اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل حد فيهم خاد الدوري كم مرة تضربوهم في اتنين تلاقي الاهلي عدده اكتر تسعة وتلاتين مرة في البطولة احتفل النادي الاهلي ايضا بملوك الصلاة وبتكريم ابطال كرة السلة والطايرة واليد في فرع النادي في الشيخ زايد احتفل بافتتاح مجمع السباحة لا واخيرا تنس الطاولة رجال وسيدات ايضا فاز ابناء الاهلي في تنس الطاولة رجال وسيدات بطولة افريقيا وكمان كل بالي هرب هذه قصة الوحديها لانها من اعجب القصص اللي الواحد ممكن يصدفها في حياته كنت بتقول لي احنا داخلين انت صدمت في الراجل ده جام اصل الجدية والسعادة والحماسة التي كانوا يبديها كنت بقول لي نفسي اخيرا لقينا راجل جد اتريه كان ينشارس حتى في احتفاله اه يعني يعني يضيع فرصة يخبط في الارض يعني يعني تحس قلت ايوة كده في حد جده هو مركز اتريه بيميز علينا كلنا فالحقيقة الله ينور واعتقد ان اللي رأسنا مش هو الوكلاء الوكلاء طبعا هو هو ان كان عليه ممكن يستنى لاخر السنة ويمشي طب الوكيل اللي لعب في دماغ لعب عشان يمشيه من نادي تنصح النادي وكل نادي لا انا مش عارف ومين عشان محدش يقول لي لكن ايقاف التعامل مع اي وكيل لا ايقاف التعامل ايه اقافه هو شخصية لازم تعقبه والتحقيق معاه ازاي انه يتواطأ مع لاعب عارف انه حيهرب وما يكترمع اضعف الايمان مش ممكن لعب حساف من ورا وكيله وإلا كان طلع الوكيل الال كان طلع الوكيل الال ده غادر بي ما قالش كده فلابد ان يحقق معاه ويتاخد نادي الاهل كل مليم خده من نادي الاهل يرجعه زائد ان يتبعت للفيفا ايقافه لابد من تعقب الجناف ويقال ان ده اعلاميا لابد من تعقب كل منتواطأ في هذا الامر بحسي بقى وكيل سيء السمعة هو خلاص بقى سيء السمعة ما هو محدش عارفه انت غير دلوقتي ما انتش عارفه مين يعني لا الوسط عارفه كله يعني هم الوسط عشان انا ما اتمتش غير ان انا يطلع اجنابي يطلع مصري يطلع اجنابي يقوله واحد مصري لابد ان الحزمة بتاعة الوكلاء التي تعاملت في هذا الامر يتحقق معاه يطلع يقوله ما هو دي حك علينا يطلع يستنكر تصرفه يطلع يستنكر تصرفه لكن الصمت ده لا يبقوا انتم مريب لان السيناريو اللي مشى عليه موضوع الهروب هو كان ايه يعني فضله شهر والموسم حيخلص ويقدر يطلب راسم انه يمشي لكن عايزين يمشي باسباب دلوقتي ليه وبعدين واضح انه راح انجلترا ما اخدهوش يعني هم كانوا مع الشمين بالزبط زي فكر سيون راح انجلترا ما اخدهوش دلوقتي في المانيا نادي درجة تال يعني اي عاقل يعمل كده اي عاقل يعمل ايبا كان الهدف ابعده عن الاهل وخلص او يعني كان فيه خدعة ما انا مش فاهمها والخدعة دي فيها فلوس لازم يكون فيها فلوس لصالح الوكالة بقول لكم حاجات كتيرة اوي حصرت في فترة عدم ظهور ملك وكتابة خلال الشهر الكريم واجهزة العيد عشان كده هنحاول النهاردة قدر المستطاع نسترجع مع حضراتكم كتير من جوانب ما حدث في الفترة اللي فاتت وانعكستها على الوضع الحالي رياضيا سواء على المستوى الرياضي العام او على مستوى كرة القدم او على الطموحات الاهلي اللي قطع كمان او المحلي او الفريقي في المطولة الافريقية ان شاء الله حلقة مهمة حلقة بنعيد عليكم فيها كل سنة وانتو طيبين كل سنة وانتو بالاهلي دايما يا رب فرحانين حلقة فيها خمس عنوين هذه ابرز ما فيها الدوري يوم حصاب خلصانة بشياكة يا اهلي دي مشكورة دي محرقة بجد استمر يا صالح ارجع يا رامي واخيرا وبالاساس وللاهمية الاسترشادية بين السطوة وحق الجمعية العمومية حلقة الخمس عنوين ان شاء الله اه تشوفوا مناقشات مهمة ان شاء الله تثري النقاش حواليها لكن خلينا اقولكو اه اخر الموعيد اللي اعلنها اتحاد الكرة من خلال لجنة المسابقات بشأن ختام الدوري الموعيد النهائية للاسبوعين الاخيرين في الدوري ونهايات كاس مصر الناس رواحت وبطولات الدوري في كل العالم اتقفلت والناس احتفلت والدوري في مصر بس لسه شغال الموسم مش الدوري لان فيه كاس يعني ده كمان الاخرى ان الدوري عن طولة الكاس هيستمر الاغسطس اللجنة حددت الاهلي مع المصري في الاسبوع الثلاثة وثلاثين بكرة تلاتة ان شاء الله الاهلي مع الزمالك في القمة هيكون يوم الاثنين سبعتاشر يوليو باذن الله ده موعيد الدوري بالنسبة للاهلي الكاس المصري فاز على انبي خمسة اربعة بركلات الترجيح بعد ما كانوا تعادلوا واحد واحد الاهلي هيلعب مع وادة دجلة يوم الاربع اتناشر يوليو وطلع الجيش هيلعب الزمالك يوم تلاتاشر يوليو مصر المقاصة هيلعب مع اسموحة يوم تمنتاشر يوليو ده دور التمانية ندخل على الدور قبل النهائي الفائز في المباراة خمسة وعشرين اللي هو الاهلي مع وادة دجلة يعني الاهلي باذن الله تعالى يتخطى وادة دجلة هيلعب مع الفائز من المباراة ستة وعشرين اللي هي المقاصة واسموحة يعني الاهلي في طريق وادة دجلة ثم المقاصة او سموح المصري هيلعب مع الفائز من طلع الجيش والزمالك يعني الزمالك لو عد طلع الجيش في سكته المصري وبعد كده الفائز من المباراة تسعة وعشرين مع الفائز من المباراة تلاتين الفائزين يكونوا في النهائي باذن الله الجهاز الفني للنادي الأهلي كان تحدث عن طلب تأجيل مباراة المصري اللي معادها بكرة إن شاء الله لكن كابتن حسام البدري قال خلاص لا تعليق على معاد المباراة وتركيزنا منصب على مباراة القطن الكاميروني اللي حتكون يوم السابت اللي جاي إن شاء الله في أستاذ برج العرب البيعثة رجعت النهاردة عشان تشوفوا الوضع غير الأدمي بالمرة البيعثة رجعت النهاردة الصبح اتمرانت النهاردة الساعة ستة سفرت أيضا للمعسكر عشان تستعد لمباراة المصري الكابتن سيد عبد حفيز قال إنه الأهلي كان طالب فعلا تأجيل لقاء المصري لكن خلاص صدر القرار وتم تفاهم الظروف وتم التعامل مع الظرف الطارئة يعني خلاص وبالنسبة للأهلي وبالنسبة للدوري ما أظنش ما طبق يعوى الأهلي كان حريص على إيه إنه ياخد الأمور بالجدية حتى آخر المباراة أولا للفير بلاي سانيا عشان يكمل الموسم بنفس النجاح محاولا نقلع إنهيه بأي هزيمة فهيضطر يلعب برضو في ظل الإرهاق والصفر هيتطر يضحي ولابد أن يكون حتى تفراعه أنه يريح مجموعة من اللاعبين والكابتن حسام البدري اختار قايمة إن شاء الله هنقولها لحضراتكم اللي هيخد بيها مباراة الغد مع المصرح هيبقى طبعا فيها عدد كبيرة باشموندس من العناصر اللي ما خانتش فرص الفترة أرجو أن الكابتن حسام بقى ما يفكرش في موضوع إنه ينهي الموسم إزاي أنت كده بطل الدوري دون هزيمة الباقي شوف مصلحتك فين وعمل الكابتن حسام البدري اختاروا 21 لعب اللي سافروا للمعسكر الاستعدادة لمباراة المصري هتلاقوا أسماء كتيرة جديدة زي ما المهندس عادلي قال أحمد عادل ومحمد الشناوي طبعا رايح شريف إكرامي ومسعد عوض التلات حراس صبر رحيل وحسين السيد وباسم علي ومحمد هاني حسام غالي وأكرم توفي وصالح جمع وكريم ندفد وميدو جابر وعمر بركات وعمد متعب وعمر جمال ورامي ربيع ومحمد نجيب وأحمد ياسر ريان وفوز الحناوي وأحمد رمضان بيكهم وأحمد حمدي يعني نقدر نقول بالإضافة لحراس المرمى بشواندس بيدخل عدد من الصعادين أحمد ريان على فوز الحناوي وبيكهم وأحمد حمدي أنا أرجو أن يأخذوا فرصوا أرجو ليه لا أولا هتريح ناس وممكن في مطش مهمة زادة فنشوف قوة الناشئين دي الأهلي بصوا الأصعادة اللي ماشي فيها عشان تشوفوا صعوبة الموقف الحالي عند أي جهاز فني والجمهور يقدر الناس اللي بتشتغل في ظروف إيه شايفيني الأجهات المستبد باللعبة الأهلي بيستكمل الدوري داخل عليه كاس مصر كمان البطولة الأفريقية والبطولة العربية لأن الاستعداد لدور أبطال العرب بجوائزها وقيمتها ونظامها الجديد خل كل الأندية بتستعد لها باهتمام شديد عايز أقولك أن مجموعة الأهلي الفيصالة الأردني بيدعم صفوفه بقوة جدا وبيسعى لإنهاء بعض التعاقدات المهمة وصحيفة الغد الأردنية قالت أن سنغالي دومونيك صنع ألعاب الصفر اللبناني حيصل إلى الأردن للخضوع للفحص الطبي والتعاقد معاه عشان الفيصالي يستعد لي أيضا للمجموعة اللي بيلعب فيها مع النادي الأهلي واللي معهم كمان الوحدة الإماراتي اللي حدد يوم 14 يوليو يعني كمان 12 يوم للوصول للقاهرة والاستعداد مبكرا لهذه البطولة اللي بيلعب فيها الأهلي مع الفيصالي الأردني والوحدة الإماراتي رأي الشخصي الذي لا يلزم أحد نبلغ نشرب حبوب الشجاع معهم نصر حسين داي جزائري وما له أي أن كان بقى فلتكن هي نقطة الحقيقة كل الحقيقة أنت جايب مجموعة من اللعيبة الجديدة اللعيبة اللي حترجع لك التدعمات الجديدة وعمل فريق لم يناله الإرهاق ودي راحة راحة للمجموعة اللي حتلعب في أفريقيا وإلعب البطولة العربية إلعب البطولة العربية بالمجموعة دي أنا أظن أن النادي الأهلي لما يبقى عنده 30 لعب هيبقوا 30 لعب قادرين على التمثيل صدقني مش هنقصر حاجة هنقصر حاجات كتير جدا ده 30 لعب أنت بتتكلم على المستوى المسجلين لكن فيه بعض نوع كمان عناصر صاعدة مش مسجلة أيوة دي كمان عناصر مهمة جدا عشان كده بقول لك أنت دلوقتي عايز تحط نقطة على حروف هتشوف مين اللي ينفع فيه في المعترك القوي هو ده معترك قوي ربنا الرزق بيه فلتكن تجربة اللي ممكن تستفيد منها ما تحطش في دماغك أبدا بتقلقش أنك أنت يعني هتكسب ولا هتخسر غير أنك أنت تجرب فريق يستطيع أن يتحمل المسئولية تجرب منح الثقة صدقني حيدهجوك أنا بقول لك كده حيدهجوك والله يا براهيم بإذن الله إن شاء الله كنا بنتكلم على الأخ كلبالي وهروبه الفيفا بعت للنادي الآلي وقل له قلنا إيه حكاية كلبالي هرب إزاي وهرب ليه وعقده عامل إيه علشان يرد الفيفا على الشكاوي المقدمة إليه والنادي الآلي جهز ملف كاملا عشان يرد بيه على الاتحاد الدولي مبديا كل الظروف التعقدية وإزاي اللعب أخذ كل مستحقاته من النادي الآلي وشارك في كل المباريات تقريبا يعني ما عنده شابش مهندس مبرر يقدر يلجأ به لطلب فسخ العقد يعني واخد فلوسك ونسب مشاركاتك شبه كاملة كل موقفه فيه لغز كل موقفه فيه لغز لم يكن يبدو عليه أنه هو مش سعيد ده كان سعيد جدا وطير من الفرح ده طير في الهوى فعلا واخد شعبية في وقت وجيز إزاي التضحي بكل ده إيه العقلية دي يعني حاجة غريبة جدا اليوم السابع بيقول لنا سموحة بيفاوض بركات الأهلي عمر بركات لعب مهم من نادي الأهلي استخدمه ولعب موهوب الظروف اللي فاتت وضغط المباريات وجدول البطولة الأفريقية وغيره كان حال دون حصوله آآ سموحة دخل في مفاوضات بالتأكيد لعب بهذه الموهبة هيكون محل اهتمام معظم الأندية بشمانس أنا أرجو ورأيي أن الأهلي وافق مقابل مليون دولار آآ لإعارة اللعب لمدة سنة بتضحك ليه انت بترد على صاحبك متضحك اه احنا بنقايم لعبتنا كده اه انت بتطلب لعبي تقالك عشرين مليون خلاص أنا لعيب النادي للأهلي يطال في مليون دولار هو لعيب اللي بتطلع بره بيجياف خلينا اسألك سؤال اللي دقريبا كل السوشيال ميديا بتقوله هو ليه الأندية بتبيع للأهلي غالي وتشتري منه رخيص لا هم عما اعتبرنا كالعمدة يعني اه مش فارقة معاك وانت غني اه منطق وعلى اساس ان اللعب اللي خارج من عندك انت خلاص مش محتاجه في اللعب لا لا انت عارف فيه واللي عايزه هدفع فيه زمان الراجل اللي بيعي الوزة مش عارف يقوله تشتري الوزة بعد ما يشتريه يقوله تبيع الوزة ويرجع بيع حاله اه انت ماشي كده تدي اللعيبة اه بقروش زهيدة حرصا على العلاقات يبعهم لك بفلوس قد كده حرصا برضو على العلاقات وعلى الوزة كمان اه من الطبيعي جدا في الفترة دي انه كل لعب اي نادي عايزه هيقولك الاهل يفوضني واي لعب هينتقل لأي نادي هيقولك الاهل يفوضني لكن انا فضلت النادي العلاني طيب ماشي كاسونجو اللعب الكنغولي لعب الاتحاد السكنداري انتقل لزمالك اتقال ان الاهل كان عايزه والاهل سعاله وكمان الكابتن حسام البدري زعلان وحزين على ضياع الصفقة دي وتقريبا ما بينامش نشوف حسام البدري لما تسأل انت حزين على كاسونجو دي التدعيم بيتناقش بيننا وبين المسؤولين في النادي الاهلي وكل ما بتكون فيه خطوات زي خاطة وليد ازارو بنعلن عنها لكن كل حاجة في وقتها والمحاور دي كل احنا شغالين فيها يعني عمر ماري اهالي استغنت عنه كان فيه كلام ليه ان الكابتن حسام او كاسونجو انت حزنت ان اتعاقد النادي الزمالك معه الكلام اللي اتقال ان الكابتن حسام كان عايز يتعاقد معه او كابتن حسام البدري كان عايز يتعاقد معه او ما رأي اسمع منك ان انا حزنت كل سنوان طايبين هو الاعد النادي الاهلي يعلم بالاول انه هو مش مش يعني مش داخل في صفقة كاسونجو لانه كان بيتكلم في وليد ازارو اه وهو ما كانش عنده اماكن هو يعني كله بالي مش يداح يجي مكان اه بس وانا رأي يعني بالنسبة للانجازات اه لو في مكان للاعب جديد كان يبقى اسمه ايه ده اللي راجع علينا ده اسمه جون انطوي اه ماشي في اقل من اربع شهور جايب حداشر هدف اه يعني اذا كان المعيار يعني فانت ما اعتقدش ان الاهلي داخل في صفقة كاسونجو او فنية التباحث اه اصلا معه لو بثته في قطاع الناشئين او لقيمة الاهلي واللعيبة الوعدة من الناشئين هتلاقوا تقريبا الاهلي افضل الاندية تصعيدا لناشئين في الفريق الاول بصوا على الناس اللي موجودة في الفريق الاول من خريجي قطاع الناشئين في النادي هتلاقوا تقريبا الاهلي من اكتر الاندية اللي مديها فرص لابنائها الناشئين ومع هذا مؤكد ان مجلس الادارة مكانش راضي على الانتاج العام للقطاع على فكرة القطاع على سياسته على استراتيجيته على طموحات الاهلي معاه عاملة ازاي عشان كده اخد خطوة اصلاحية في سبيل تطوير الاداء العام لقطاع الناشئين واستعان بالدكتور عمراء بولمجد واحد من خبراء العمل في قطاعات الناشئين في تاريخ الكرة المصرية مش الاهلوية بس وبدأ الدكتور عمراء بولمجد يعكف على تطوير القطاع بشوانز اتمنى ان يلقى هذا القطاع هو بيلقى العناية لكن نقصه شوية حاجات معظم الشغل الذي لا علاقة بثقافة اللاعب الاحترافية انه يعرف ان في نادي زي النادي الاهلي يعني ما ينفعش العيد الناشئ يطلع ويقولك انا بدور على الاحتراف انت موجود فابر الاحتراف يعني كلمة نفسها بتستفزيني ده النادي الاهلي يا اخي فانت لازم يعرف انه هو وبعدين لما يطلع بثقافة الفريق الاول الثقافة الفنية والاحترافية للفريق الاول ده اللي ناقص فقط ان اللاعب ما داعش وقت كتير فيه لما ييجي تصعد للفريق الاول برضو الاهتمام في كل الالعاب الرجال الكرة الطائرة كانوا عاملين فترة جيدة في الموسم اللي ماضي بدأ الاعداد بقيادة الكابتن محمد مصيلحي المدير الفني لفريق الرجال بدأ فترة الاعداد للموسم الجديد ابتداء من الامس وبيستعد للدوري اللي حينطلق في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله مصيلحي اكتفى بأداء اللاعبين بعض التدريبات البدنية التأهلية وشارك في المران عبدالله عبدالسلام عبدالله عبدالسلام واحد من اللي خدوا احسن لعب في العالم هو صانع العاب يعتبر اسطوري صحيح فاز بكثير من الجوائز المحلية والاقليمية والدولية واحترف في الدوري الايطالي واحترف في الدوري التركي واحترف في دوريات قوية وخرج مع مجموعة ولكم الموسم الماضي كان في طلاع الجيش مع كابتن احمد صلاح والله انا كمان كنت اعلم ان كابتن احمد صلاح كانت طلادين عند الرابع في العودة للنادي الاهلي انما يعني بؤكد ان عودة كابتن محمد عبدالسلام هي اضافة عبدالله عبدالسلام عبدالسلام هي اضافة قوية لفريق الكرة الطايرة اللي هو بقوام المنتخب القومي دلوقتي من النادي الاهلي شارك عبدالله عبدالسلام وبقيت عناصر الفريق عبداللطيف عثمان ومحمد معود واحمد عبدالعال واحمد حمادة وكريم فرج ومروان صلاح العائد ايضا من فترة اعارة لنادي بيتروجيت بدأوا انتظموا في التدريبات والكابت محمد مصلحي ايضا لعيبة دوليين حسام يوسف وعبدالحليم عبد ومحمد عادل وشريف احمد ومحمد رمضان واحمد سعيد وعبدالرحمن الحسيني هيشتركوا في تدريبات الفريق ابتداء من يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله دي يمكن جولة اخبارية لنشاطات في حاجة كمان عايز اضيف اليها لان فيها حتقول انت هنا يعني نادي سموها عايز يستعير لعب اسمه عبد المجيد طبعا احمد عبد المجيد وكابت محمد مصلحي مقدم لمجلس الادارة للموفقة على هذا هذا الطلب يعني اي انا ارجو ان يوافق مجلس الادارة هنا على اعارة اللعب لان نادي سموها لان في الالعاب نادي سموها ايضا تعاون معانا في بطولة كرة اليد لما ادانا حماطة اعشان يكون موجود معانا اذا يعني في مجال الالعاب عكس كرة القدم التعاون قائم فاحنا يعني يبقى كده التكافؤ في العلاقة هو ده المطلوب منه في كرة القدم قلنا الاهلي حسم الدوري والحمد لله عنده مباراتين وديتين في الدوري يعني مباراة المصري مباراة ودية في الدوري ومباراة الزمالك مباراة ودية في الدوري اللي تم حسمه وتوج الاهلي ببطولته بس كمان العين على الكاس خاصة انه من عشر سنين الاهلي ما خادش كاس مصر بطولة يعني بتتعزز على الاهلي شوية ولا ايه ده يا بشمان الاهلي دايما بيروح كاس مصر ويكون قد استهلك افريقيا وفاز بالدوري اه بيكون عادة بطولة الكاس خادت منه مجهوده لكن اعتقد السنة دي هو احد الطموحات المهمة ان يستعيد الاهلي كاس مصر يستعيد الاهلي كاس مصر هذه المباراة اللي انتوا شايفينها من عشر سنين بالظر مباراة تاريخية زي مبارح فات عليها عشر سنين برافوة شوارب دي من عشر سنين بالظبط يوم اتنين يوليو الفين وسبعة مباراة اربعة تلاتة للاهلي على الزمالك في نهاية كاس مصر فاكرين ابو تريكا واعماد متعب وسجل اسامة حسني هدفين مباراة دراماتيكية مسيرة جدا انا بصنفها واحدة من اعظم مباريات الكرة المصرية يعني الناس كانت تقول على الاهل والاسماعيل اربعة اربعة او ستة واحد الاهلي لا وان سايد جيم للاهل لكن اربعة اربعة بتاعت الاهل واربعة تلاتة بتاعت الاهل ثم يفوز الاهلي ولا يتعادل الزمالك مباراة من اربع اشواط واحدة من الروائع اللي اتفرقت علينا وانت في حديقة المنزل عن طريق شريف شريف المصر دي المباراة المسيرة جدا للحقيقة ان شاء الله بعد عشر سنين اعتقد فترة كافية اوى اهلي ان كاس مصر تتعزز على بطل الدوري شبه الدائم وما تجيش من عشر سنين فاتمنى هذه المرة كفاية عليها عشر سنين كاس مصر لفت لفة طويلة اوى وراحت في كل حتة اعتقد انا لها ان ترجع على احضان الاهلي ودولات بطولاته باذن الله وسامى حسني يعني لو ما كانش سجل الهدفين دول كان شال الماضي ده لانه كان ضايع واحدة سنين جدا صحيح فسبح الله الله ربنا بيحبه ربنا بيحبه ان هو سجل هدفين حسن بيهم البطول هو واحد من الهدفين كمان اللي محدش حس بيهم هو كابتن فاضل بس هدفين من طراز فريد جدا وقصير القامة ولكن ضربات الرأس عنده محكمة صحيح طيب دي كانت جولتنا الاخبارية السريعة اللي حاولنا اللي مملكوا فيها المسألة اللي حاصل على الساحة الاهلوية والرياضية النهاردة تحديدا لكن الفترة اللي فاتت في خلال فترة عدم ظهور ملك وكتابة من ضمن المتغيرات اللي حصلت صدر قانون الرياضة وكننا نقشنا بعض الفقرات منه مع حضراتكم لكن ما توقفش الأمر عن صدور قانون الرياضة أو اللجنة الأولمبية الدولية بعضت برقية شكر للرئيس عفتاح السيسي على إصدار هذا القانون وصفته بأنه تشريع بيلبئ احتياجات الرياضة المصرية ورغباتها وطموحاتها وبيتسق ويتوافق مع المعايير الأولمبية والمواسيق الدولية شي جميل القانون من ضمن بنوده أنه خلال ست شهور من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لابد أن يتم توفيق كل الأوضاع القانونية المعمول بيها من ضمن الأوضاع القانونية المعمول بيها اللي لازم يتم التوفيق فيها الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية أنه المجالس اللي تواجدت أو اللي موجودة حاليا مجالس وجدت على القانون سبعة وسبعين لسنة خمسة وسبعين ولا وقحه طب ده انتهى ده الداشت خلاص فبالتالي لابد أنك أنت تبدأ بوضع قانون جديد وفقا للقانون اللي تم صدوره علشان تعمل ده لابد أن اللاقة التنفيذية تصدر قانون الجديد اللي صدر قانون اتقال أنه بيحاول يعزز ويعظم دور الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات وده توجه سليم والناس كلها تكلمت فيه كتير قوي لكن عشان تعزز ده وتعظم ده اتقال أنه هيعطى الحق لكل نادي جمعيته العمومية تحط لايحته عشان الجمعية تحط اللايحة اتقال أن اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية ومفادها لإدارة المسألة المصرية الدكتور حسن مصطفى وضعت لايحة استرشادية تتبعت للأندية والاتحادات أيها النادي أيها الاتحاد ادعي جمعيتك العمومية عشان تحط لايحتك طب ولو ما اكتملت شي يبقى هتنفذ الموديل ده اللي هو تسمى اللايحة الاسترشادية هي استرشادية ولا الزمية هو ده السؤال استرشادية بقديني الحق أن أنا أقدر أحطها أو ما أحطهاش قال لك أهلك الحق بس اتحطت شروط للإنعقاد للجمعيات العمومية عشان تقدر تدعو جمعيات أو للأندية عشان تقدر تدعو جمعيات العمومية لوضع تشريعي خص هذه اللواحة بشي مهندسة كلمة استرشادية يعني غير ملزمة أيها ولكنها قيدت بالنسب قيدت بشروط تجعل من يعني تجعل الاسترشادة الزمية تجد فيه صعوبة فيه أنها يعني تعطيك حق التقرير المصير زي ما بيقول أيها الشرط اللي النادي الأهلي يعني يراه مجحفا أهام وده اللي حيبقى يعني إطار حوارنا في هذه الفقرة ونرجو يعني كما وعدنا يجي لنا تليفون مهم علشان يوضح لنا موقف النادي الأهلي لأن النهاردة كان فيه زيارة مهمة جدا لوقت مشكل من المؤسس محمود طاهر رئيس النادي والأستاذ عماد وحيد عدو مجلس الأدارة لمجلس الشعب للحوار حول بعض الأمور التي يراها النادي الأهلي يعني تكبل حرية أو اطلاقة الجامعية العمومية طيب خلينا أقول لك أنه النادي الأهلي طلع بيان حكى فيه موقفه وحدد فيه وجهة نظره ورد على كل ما يقال عن وجود مجلس أو وفد النادي الأهلي في البرلمان بيؤكد النادي الأهلي احترامه لكل الأسرة الرياضية المصرية بكافة مؤسساتها وشخصها ويرحب الأهلي بكل وأي خطوة من شأنها زيادة الرياضة في مصر استقرارا ونجاحا وأن تكبر وتكثر وتتولى انتصاراتها وإنجازاتها وبهذا المنطق والفكر شارك الأهلي في الاجتماع الذي استضافه البرلمان المصري صباح الاثنين الثالث من شهر يوليو 2017 لمناقشة اللائحة الاسترشادية الجديدة الخاصة بالأندية المصرية وفي حضور السيد وزير الرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان والسادة أعضاء اللجنة وبعض رؤساء الأندية المصرية أدى الأهلي بوضوع دواعي وأسباب اعتراضه على اللائحة الاسترشادية سواء من حيث مبدأ إقرار تلك اللائحة أو بعض بنودها وتفاصيلها فالأهلي يتحفظ على عدم مشاركته في صياغة تلك اللائحة وعلى أن تكون هناك اجتماعات ومناقشات لضبط أمور الأندية ولا يشارك فيها الأهلي كناديم قاد الرياضة المصرية لأكثر من مائة عام ولم يعترض الأهلي فقط على عدم دعوته للمشاركة في صياغة تلك اللائحة إنما يتحفظ الأهلي وبنفس القدر من التحفظ والانزعاج على عدم دعوت كافة الأندية الكبرى في مصر للمشاركة في الحوار والنقاش فكل هذه الأندية يراها الأهلي هي عماد الرياضة المصرية وهي التي تتحمل كافة المشق والمتاعب من أجل أن تملك مصر أبطالا ونشاطا رياضيا حافلا بالبطولات والانتصارات في مختلف اللعبات وبالتالي كانت هذه الأندية ولا تزال تستحق أن تكون هي من يفكر ويناقش ويصير بحكم الواقع والتجربة والمعايشة وسيبقى الأهلي يرفض إبعاد الأندية المصرية الكبرى وعدم مشاركتها الكاملة في أي شأن يخص أحوال هذه الأندية وحاضرها ومستقبلها أيضا وبيقول البيان فالأهلي لا يريد لهذه الأندية أن تنال أكثر من حقوقها وفي نفس الوقت يرفض أي محاولة لتضيع هذه الحقوق وبيضيف بيان النادي كما تحفظ الأهلي في هذا الاجتماع على أن تكون هناك لائحة واحدة تحكم كل الأندية المصرية على الرغم من اختلاف هذه الأندية في عدد أعضائها وحجم نشاطها ومسؤولياتها وأدوارها وواجباتها وكان لابد من مرعاة ذلك أثناء صياغة هذه اللائحة الاسترشادية لتتضمن بدائل واختيارات ينتقي منها كل ناد ما يناسبه وفق ظروفه وأحواله واحتياجاته وتحفظ الأهلي أيضا على بعض بنود اللائحة الاسترشادية كعدد أعضاء مجلس الإدارة وشرط المؤهل اللازم لمن يريد ترشيح نفسه والنصاب القانوني اللازم لإنعاقات جمعية عمومية خاصة في كل ناد يريد اعتماد لائحته الخاصة به ويعلن النادي الأهلي تشكيل لجنة لإعداد لائحة خاصة بالنادي برئاسة الأستاذ رجاي عطية المحام القدير وأحد أبناء الأهل الكبار وعضوية كل من المستشار عبد نجيد محمود بكل خبراته القانونية وتجربته السابقة أثناء مشاركته في إدارة النادي الآلي والدكتور علاء مشرف كنائب لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس للتحاد تينس الطولة وصاحب التجربة الرياضية الطويلة وستقوم هذه اللجنة بوضع لائحة خاصة بالنادي الآلي تليق به وتناسب كل ظروفه واحتياجاته الحالية والمستقبلية وستقوم إدارة النادي بطرح هذه اللائحة فور الانتهاء منها على الجمعية العمومية للنادي سواء لاعتمادها أو رفضها أو تعديلها ولن يكتفي مجلس الإدارة بهذه الجمعية العمومية الوحدة للتصويت على اللائحة الجديدة إنما سيطرحها مجلس الإدارة على كافة أعضائه احتراما لهم ولكل أفكارهم ومقترحاتهم فمجلس إدارة الأهل لا يريد إلا الدفاع عن حقوق الأهل ومكانته والبحث عن مستقبل أفضل للنادي الكبير والعريق ولا يريد المجلس أي لائحة تستبعد أي من أبناء الأهل من المشاركة في الفكر والتخطيط أو من الترشيح وخوض أي انتخابات مقبلة لأن الأهل يحترم كل أبنائه وحقوقهم وطموحاتهم أيضا شوف بيان اتكتب فيه كل هواجس النادي الأهلي اتقسم إلى كذا محور في البداية الأهلي استنكر عدم موجود النادي الأهلي أو باقي الأندية وانت بتحط اللايحة للسرشدية تمام وفيدي أنا معهم تمام كان يجب أن يؤخذ يسمعوا لهم يعني أنت بتسمعني ممكن أقولك حاجة تخليك تغير في بعض الأمور ويعني وتكفينا من الاعتراض اللاحق يعني دايما أنا أن أنا أتوقع الخلاف أحسن ما نختلف بعد فوات الأوان فدي أنا معهم 100% نمر اتنين النادي الأهلي قال أنا هعمل لجنة كلها من أسام كبيرة جدا وصحبة خبرة قانونية وإدارية سواء في الأهلي أو في اللجنة الأولمبية أو في العمل العام المستشار عم جين محمود المستشار رجاء عطية الدكتور علاء مشرف يعملوا ليحة استرشدية وقالوا أن هم هيعرضوها بس هو البنك كان يجب يحط يعني هي قبل ما تتعرض على الجمعية العمومية لازم تروح على مجلس الإدارة الأول أيها وده الطبيعي مش إنها بعد ما تعتمد تعرض على مجلس الإدارة لا هي حتروح مجلس الإدارة عشان برضو لو له وجهة نظر تراع قبل العرض وساعة ما مجلس الإدارة يقرها تتعرض على الجمعية العمومية أيها وهنا تأتي المعضلة هل الجمعية العمومية صاحبة حق هي صاحبة حق لأنها بتتكلم على ليحة استرشدية يسترشد بيها الأندية ويعيدوا في الصياغة عليها ما يناسبهم تبقى لكل نادي تمام ولكن متى تكون ملزمة إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بشروط اللايحة الاسترشدية حين المشكل أيها لأن اللايحة الاسترشدية بتقول تمانية في المية من أعضاء الجمعية العمومية اللي هم في النادي الأهلي يبقى حوالي اتناشر مليون اه اتناشر ألف اتناشر ألف ونص اتناشر ألف ونص عشان الاعقاد يبدأ يكون صحيح ثم الأغلبية المطلقة بعد كده تتعرض عليهم يرى البعض أن الناس ما بيجيش بكسافة غيرهم من الانتخابات أو هكذا تعود الناس صحيح فيخشى أنك تعمل اللايحة وتبص تلاقي نفسك حاطت كل أحلامك فيها كنادي وتيجي تعرضها ولا تجتمع بالنصاب القانوني الجمعية العمومية بتاعتك لإخرارها أو حتى منخشتها أو التعديل عليه لأن وارد أنت تطرحها يتم التعديل ثم يعاد الطرح لكن إذا لم تنعقد أصلا وتقول أشكورهم زي ما بيقول ما بيقاش في نصاب قانوني للجمعية العمومية إذن ستلبس اللايحة الإرشادية ستبقى ليحة إلزامية في هذه الحالة هنا يكمن الخلاف الأكبر ولكن أيضا لأن حسنا فعل هذا البيان لأنه أشر إلى نقطة شديدة الحساسية في نهايته لو سمحت تقرأ لنا تاني اللي هو عايز تعرض على النادي كله لا 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 مش النادي اللي بيقولك ولا يهدف إلى من أو حج آه ده ده رد على كل ما بقى اللي بقى ولا يريد المجلس أي لائحة تستبعد أي من أبناء الأهلي من المشاركة أيوة في الفكر والتخطيط أو من الترشح بس أقفنا بقى اللي بيهجبوا المجلس يقول لك آه ده العزين بقى يحطوا بعض الشروط اللي تخليهم يتتفصل إن فلان ما يجيش وفلان يجي وفلان ما يجيش عشان في الانتخابات تنبه المجلس في هذا البيان لهذه النقطة وهذا الفكر إذن المجلس بيطمئن الجمعية العمومية بيطمئن الرأي العام بيطمئن مجلس الشعب لا إن هذه لائحة ليست إقصائية لن تتضمن ما يستبعد أحد ليست إقصائية ليست إقصائية أي إذن ما تسيبنا نعمله آه يعني هي المسألة الوارد إيه إنك هتقول لي يوم عادة أعدى مجلس الإدارة كام ما تعنيش أحد ما تعنيش أحد غير النادي الأهلي صحيح فاهمني فأنت البيان مكتوب بحنكة وبيلمس على كل النقطة الحساسة اللي أراد المجلس أن يطمئن الجميع إن إحنا بنعمل الليحة لمصلحة النادي الأهلي وليست لمصلحة أحد آخر طيب هنا تقال إنه النادي مش هيكتفي بعرض هذه الليحة سواء الاعتماد أو أفرضها ولن يكتفي المجلس بهذه الجمعية العمومية الواحدة للتصويت على الليحة الجديدة إنما سيطرحها مجلس الإدارة على كافة أعضائه يعني بحدي لنا بقوله مش تقول لك دي لن تيجي قبل دي آه يبقى هو سيطرحها الأول على الأعضاء على أعضاء النادي طب هو سيطرحها على أعضاء النادي بعد الجمعية العمومية اللي أبل يعني بقول لك فيه خطوة يجب أن تصبح خطوة طيب لا لا الجمعية العمومية دي آخر خطوة اللي أنت تقصده إنه العرض على مجلس الإدارة لا لا هو بيقولك إيه أعضاء النادي هي هي إنما سيطرحها المجلس على كافة أعضائه احتراما لهم ولكل أفكارهم ومقترحاتهم وما يبقى أنت اللي هم مين أعضاء النادي ولا أعضاء المجلس حتى لو لا أعضاء النادي إزاي إيه الألية الألية أنك تعمل اللي تعال تقول له من الله حال الإسترشادين موجودة خلاص ما هو قال لك أنا مش عارضها على الجمعية العمومية بس دي أنا عارضها كمان أنا أقول لك حاجة لن تبقى يا إبراهيم خلي بالك أنا قلت إيه يبقى دي لازم تصبق دي فيما لو كان هو أعضاء المجلس حتى أعضاء النادي هاو إزاي ما أنت حتعطها في السكرتاري متعمل حوار مجتمعي حوار مجتمعي عبل ما تحطها لجمعية العمومية ده بالعكس وتتلقى الأراء عليها وتتلقى الأراء عليها بالعكس يبقى أبليها مش بعدين أبليها أيوة يا حبيبي مبالي أنت ما خدش بالك أنا ما أقول لها يبقى أبليها لا أنت كنت تتكلم على أعضاء المجلس لا لا بصرف النظر حتى أعضاء المجلس لن تبقى أبليه أعضاء النادي أغير خطوة أعضاء المجلس إن بعدين ما فيش حاجة لجمعية العمومية بعد الجمعية العمومية فيش حاجة غير الوزارة تعتمدها أو حتى في ظل القانون جديد بس أصبر عليها جيت للنقطة المهمة أصبر عليها أصبر عليها عشان بس إيه بس خليك أنت رجع من العيد فورما أيها خليك بس إيه لأن أنت اتلخبطت معايا في الحتة دي أنا أقصد أقول أن الخطوة الأخيرة هي جمعية العمومية بعدين خلاص هو بقى اللايحة نافذة السؤال بقى هل حتعتمد من الجاة الإدارية أو لا ده السؤال اللي حنأجله بس أنا برضو شايف من نوع من الزكاء من المجلس أن يطرح للحوار المجتمع على أعضاء النادي قبل الطرح على جمعية العمومية لسببين قد يتلقى من الأفكار ما يفعلنا جديرا بإضافته اتنين أنه كده حيعيش أعضاء النادي في المود في المناخ في الجو بتاع أن تعالوا اعتمدوا اللايحة اللي أنتوا قارتوها واسترشدتوا بيها يبقى يضمن يهيئهم للحضور يضمن الكسافة بتاعة النقاد القانون لما تعرض أنت خمسين ألف نسخة على الأعضاء أعتبر أن النص أو أقل من النص بشوية هيشتروه على الأساس أن كل علا ممكن تشتري النص ويعودوا هتعمل حراق مجتمعي واهتمام بالجمعية العمومية الأعضاء الأعضاء هحيحسوا بديم بتاعتهم شاركوا فيه مجرد تعالوا بقى أبصوا معلنا عايزوا لا دنتوا خلاص أنتوا شاركتوا في صياغة هذا يبقى لازم تيجوا بقى يبقى أنا هنا أضمن لك أنه هييجي أكتر من 12 ألف طيب عايزة أسألك ثلاثة أسئلة مشروعة لجنة رفيعة المستوى من القوة القانونية يكفي فيها السادة رجاء أعطية عبد مجيد محمود الدكتور علاء مش كلهم قامات كبيرة جدا وكلهم يعني لهم اسم واثقة عظيم دول هيحطوا مشروع اللايحة أسأل مش هحطوه من فرغ بردو أستاذ براهي طيب ها أكمل مشروع اللايحة اللهم هحطوه هيطرح للأعضاء طب و لما يتغير من قبل الأعضاء أعضاء النادي طبعا يرجع عليهم تاني يعيزوا سياغته هو ايه ايه قيمة الحوار المجتمع الأعضاء ما بيعملوش سياغات قانونية أو سياغات آآ رسمية الأعضاء بيحطوا أفكار بيحطوا أفكار آآ ممكن واحد يدي لك فكرة ما مخطرتش على مال وضع الدكتوري يا أخ طبعا خليني خليني وفقا للترتيب المنطقي اللي انت استندت عليه الخطوة بتاعة تلقي أراء الأعضاء لا 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 ما ينفعش هتجدها العشوائية لازم يحطولهم حاجة يقروها ويضيفوا عليه ممكن يلاقوا كل اللي هم عاجلوا فيه يبقى هم اللي حيضيف حيضيف بند اثنين ثلاثة اربعة بيت كتير خمسة مش هتلاقي حاجة خارج السياق نيجي للسؤال المشروع التاني هو عشان يحصل صحة النقاط يعني أنا عملت جمعية جهة الإدارية كوزارة هي اللي هتعتمد لصحة الجمعية من عدمه مش كده ما عرفش إيه القلية أنا ما شفتش اللاحل السرشدية بتقول مين المشرف هل في قضاء مشرف إداريا زي ما انت بخبراتك موافقة الإنعقاد وصحتها بقرار من الجهة الإدارية هل قرار ولا اختار قرار طبعا لا ممكن يبقى اختار يقول اخترني بس وممكن ده اللي يبقى جديد في القانون ليه ممكن في محاولة سابقة حط لايحة والجهة الإدارية أوقفتها عشان دقمه ده اللي انت غيرته طيب أبراهيم ده اللي انت غيرته كان زمان ده قرار الجهة الإدارية لكن دلوقتي ممكن يبقى بالاختار انت بتخترني بس لا هو حاليا بيقولك صحة الإنعقاد بتاعتك نسبتها كذا ده قراره الوزاري ده قراره الوزاري بيشرف عليه لكن انت ما تيجي تقول معادة جمعية العمومية أنا حطر عليها واحد اتنين تلاتة اربعة ما يدرش أقولك لا هيقولك موافق لكن صحة الإنعقاد لها كذا ده اللي حالي استرشدية يا أبراهيم اللي الناس محتج عليها ما اللي احنا بنتكلم احنا عنا نتكلم البضاء ولا الفرق الناس معترضة على ان دي نسبة كبيرة ولم يعتاد أعضاء الجمعية العمومية في الأندية على الحضور بهذه الكسافة إلا أيام الانتخابات على اساس انه بيبقى فيه مرشحين كتير كل واحد بيجيب أنصاره فبيبقى فيه أكتر من تلاتين واحد بكدس طيب خليني أقولك وجهة النظر الأخرى كوزارة يقولك أي جمعية عمومية لنادي هتعمل عمل تشريعي لمستقبل نادي يلزموا التمثيل بأكبر نسبة متاحة هو حدثها بتمانية في المائة هم دي وجهة نظرهم لمحطة في الأحيان الأندية بتقول لا ده جرة العادية نداع هيكون كتير وحيوعيق أنه الحرية اللي ادتها لنا مش هنقدر ساعة من ناحية الواقعية والعملية مش هنقدر نغير حاجة لكن بالطرح اللي بيقوله النادي الأهلي ده أعتقد أنه قادر لما تشرك الأعضاء في أنه يتفعلوا مع مشروع اللي يحاول النظام الأساسي للنادي ويحسوا بأهمية ويحس أنه هم اللي حطينه ويشركين فيه ويعيشوا المود ده لمدة شهر هيجوا بيتكلموا فيه بيرقوا فيه بيعملوا هيجوا بأكتر من الوطنش أهلي هيجوا 20 ألف كمان أعتقد يعني أكتر لأينا برضو السؤال اللي أنا عايز أوصله هو أي آلية أنك تغير اللايحة للسرشادية دلوقتي هل هناك آلية قانونية يعني إحنا دلوقتي صدر حاجات ومجلس الشعب أقر قانون واعتمد السيد رئيس الجمهورية واللجنة الأولمبية عملت له لاحة استرشادية إيه آلية أنك تغير هذا كلام ده سؤال آخر أنا ما عرفوه عايز أسأل أصحاب الشق اللي هم أكثر إن غمسا فاز الأمر وأرجو إن جينا اتصال بس يكون على مستوى رفيع عشان نسأل كل الأسئلة وانطمن الناس من صاحب الشأن نفسه صاحب الشأن نفسه بش مهندس محمود طهر مساء الخير مساء الخير يا سيد صفراهيم مهندس 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 عدلي وحمدلع السلامة وعمره مقبولة إن شاء الله ربنا تخبل مننا جميعا إن شاء الله صفراهيم وسلام البشمان سعدي كل سنو حضرتك وأسادة أعضاء المجلس وأعضاء النادي ويجماهيره في أحسن حال يا رب والمصريين وأنا كنت بتكلم بس ما كنتش فكر يعني التلبية هتبقى بالسرعة دي يعني أكاد أكون بقول الإعداد ما تشوفونا المهندس محمود طهر لأيض هم جاهزين هم شوفوني هم شوفوني بقى من غير التمثل وانت بتكاد تعمل عدد طي الحمد لله يا ريس يعني دلوقتي ما فيش أحسن منك يقول لنا لقاء النهار ده ماذا كانت أهدافه وماذا كانت نتائجه مع مجلس الشعب يعني شوف أنا هقول لك حاجة هو الحقيقة النهاردة احنا كنا رايحين احنا قتلنا دعوة من فترة شافة وين وحصل اتصال مع الدكتور علي عبد العام رئيس بكتر الشعب وبعض الأعضاء وبعض الرؤساء الأمدية وقالوا نعمل اجتماع نتكلم فيه ونشوف موضوع اللي حتى أولا يعني خلينا أبلي بس التاريخ من أول وعاد فضل احنا بداية منذ نقش القانون الرياضة اللي هو يهم كل الأمدية النهارية وعلى رأساء النادي الأهلي كأكثر نادي شعبية وكمائرية وعضوية لم يأخذ رأي النادي الأهلي ولم يلعى النادي الأهلي في حين تمت دعوة رؤساء اندية أخرى قد يكون بحكم موقعهم كنواب في مجلس الشعب أو غير ذلك إنما النادي الأهلي لم يأخذ رأي ولم توجه لهم دعوة ومرة واحدة وكهت إلينا دعوة وصلتنا الدعوة بعد انعقاد الجلسة اللي كانت بتناقش هذا وده الحقيقة أنا مش عايز برضو أقول إن هناك نظرية يعني مش عايز أخش في نظريات مؤامرة إنما تواصل الأمر ونقش القانون واعتمد القانون وكلنا فرحنا بالقانون بغض النظر إنه حتى الآن برضو قانون من وجه النظري أنا الشخصية لا يعالج صغرات كتير قوي في مسيرة الرياضة إنما إحنا بنقول إحنا في مرحلة انتقالية وعايزين نعدي وزي ما قال الوزير خالد عبد العديد من أرضا إحنا جمعا لازم كل واحد يتنازل في حاجة عشان نقدر نعدي ونغير وناخد خطوة للأمان وكان فيه اتصالات دايما بيني وبين الوزير خالد عبد العديد والمؤنسة شاب حطب ودكتور حسن مصطفى وكان تم الاتفاق بعد صدور القانون إنه يحصل اجتماع برؤساء الأمبي ومن يعنيهم الأمر في هذا الموضوع عشان نشوف إيه أنسى بطريقة نقدر نعبر بها هذا المسترق ونخش للي احنا قبل صدور اللايحة قبل صدور اللايحة وهذا الكلام الحقيقة أنا كنت في رحلة برة وسفرت مخصوصا لدكتور حسن مصطفى دكتور حسن مصطفى ترعا صديق وكانت المسافة بيني وبينه قريبة هو كان في بازل فسفرت له كنت عنده بعد نصف ساعة واتغتينا سوا هناك واتكلمنا في موضوع اللايحة من منطلق أن احنا بنتكلم مش بقى كرئيس نادي الأهلي وكرئيس اتحاد الدولي ولا كلام من ده بنتكلم على فيما تم الاتفاق عليه قال لي شوف أنا راجع الكلام ده كان قبل رمضان وقال لي شوف أنا راجع الأسبوع اللي جاي هو بعد اعتماد القانون كانش لسه حتى القانون اعتمد وقال لي القانون هيتم تعتماده وهرجع ومفروض أنه هيحدث اجتماعات مع اللجنة الأولمبية ومع الوزارة ومع رؤيتها فعلى هذا الأساس خلاص تم الاتفاق على ذلك قلت له هو بس في مشكلة واحدة في حال عدم انعقاد كمان قمان أمية لأي سابق قال لي بس عيسان هيفوض الأمر لمجلس الإدارة ذي ما هو شغال أي مياه عمية عادية لما بتنعقدش ما بتكتملش نصاب القانوني بيفوض مجلس الإدارة في أمرها فقلت له خلاص يعني قال لي عموما أنا راجع مصر هنقعد منها نتكلم وهنقعد نتدرس هذا الموضوع معك ومع غيرك ومع رؤية سهلة قلت له ده كلام عظيم ومشيت ورجعت هنا وفجئت برضو بتسلسل الأحداث فيما يحدث حتى انتهى بالنهاردة أعتقد الناس كلها عارفة إيه اللي حصل والله أحلس بشدية طلعت والله أحلس بشدية اللي نعليها تحفظات كثيرة جدا الحقيقة أنا مش فاهم ومش فاهم هو إيه إيه المطلوب هل المطلوب إلزام الأندية بحاجة معينة أو هل هو دلوقت اللايحة الاستشتادية دي أصبحت هي الدستور بتاع الأندية اللي يجب من الواضح جدا يا أه أنه لن يعني يعني هم حطينا بحيش تتحاول إلى الليحة إلزامية مش استرشدية بالضبط كده الندي الأهلي يعني كنت أتوقع على الأقل أنه اللجنة الإقلمتية وعلى خطنة ديهم تويسة جدا وحشان بيحطب والدكتور علاء من شريف وبالنشبت لها وبالوزير خالد عبدالعز كنت أتوقع أنهما يقولوا يا جماعة قولوا لنا إيه رأيكم ها دي اللايحة اللي احنا بنعرضها هل حتى عنده حاجة هل حتى عنده تعليق هل حتى عنده تحفظ على الحاجة وتقال الكلام ده النهاردة في لجنة شهاب ورياضة الحقيقة طبعا أنا مش فاهم هو ليه يتناقش في لجنة شهاب ورياضة مجل الشعب يعني ها دعوة جفلنا ودي دعوة كريمة ولدناها فورا أول ما جفلنا ترغم أنها جفلنا شافة ولي برضو ولم تأتنا بدعوة رسالة إنما عشان نساهم وندافع عن حقوق الجمعية العمال النادي الأهلي فاحنا رحنا لعرض وجهة نظر النادي الأهلي وبنقول فيها يا جماعة أنتوا كده بتحكزوا الجمعية العمالية أولا لم تكتمل جمعية عمومية عادية إلا مرات قليلة ونادرة واكتملت بالألفين سوط دائد واحد يعني في إطار الألفين سوط ما بتكتملش طب مال 12 ألف عايحصل إيه بالضبط كده كنا بنعرض هذا الاشتار اللي فاته من سهرين في الجمعية العمومية السابقة ميزانية للنادي الأهلي تصل إلى مليار جنيه وبنقول لهم يا جماعة عمومية تعالوا قلوا لنا إيه رأيوكم إحنا هم بنشدري في أرض التجمع الخامس وب 350 مليون جنيه وبنفع 50 مليون جنيه مؤدم من فضلكم تعالوا تكلموا وتنقشوا معنا وأنا أصريت بعض الجمعية العمية التي لم تكتبه أننا نكمل مراقشة مع أعضاء جمعية لأنه لا يصح الجمعية العمية ناس كتير تقول لك والله هي بتفوت مجلس الإدارة هي واسقة لا ده مشروع مستقبلي وكبير طبعا بالضبط كده وما يقول لك هي بتفوت مجلس الإدارة وعندها صخة في مجلس الإدارة دي حاجة تشرفنا وإنما كنا نتمنى أن تكتمل جمعية العمية فما بالك بقى والكلام ده كان في مال فما بالك في أغسطن في عز الصيف وفي الأجازات الصيفية والناس كلها واخد أجازات وعندها برامجها الصيفية بتطلب بينهم إنهم ما ييجوا ويسيبوا الكلام ده كله لا اعتماد لائحة وخلي بالك برضو يا عدلي أنه فيه ناس كتير قوي بتبقى مسافرة يعني فيه أعضاء كتير مش موجودة في مصر يعني الأرقام دي لا تعبر عن حقيقة كمعية العمية يعني لو كمعية العمية جاملها أربعة خمسة هم دول اللي مهتمين وهم دول اللي يقول لك هم دول ما يسيروش بأيد العضاء لا اللي مهتم والعزي وانا بقى يعني بقى ناشد كمعية العمية المدلالي وانا واثق من كمعية العمية النادي الاهلي واثق من بكاءها ومن فتمتها ومن حكمتها في هذا الموضوع بقى ناشدها ان احنا هنفضل برضو يعني نخاتل أنا كمجلس إدارة ومجلس الإدارة بالكامل بنخاتل دفاعا عن حقوق كمعية العمية ودفاعا عن حقوق النادي الاهلي اللي هي أولتنا هذه الصخة لدفاع عن حقوقها فأنا ما زلت مصر يعني أنا هدي لك مثال بسيط جدا لأنا لا أدري ما سبب إنه اللجنة الأولمبية تحطي لي لايحة النادي الاهلي مين اللي يعرف لايحة النادي الاهلي ما يعرف هو داخلية النادي الاهلي مين اللي يعرف لو قلت له كده حيرد عليك وقولك لا اعمل لايحتك بس يجمع الجمعية انت هتقول له تعجز ثاني ما تعجز ثاني ما هو بالضبط هو ده اللي بيعتمد عليه الحقيقة ده أسلوب وكنت أتمنى إن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يكون حضر النهاردة للأسف لم يحضر مين اللي جاء من اللجنة الأولمبية حضرتك ما جاءش من الوزير خالها لديك طخ آه ولا بشموندس كمان بشموندس يعني من فترة بعيدة جدا محدش كان عارف إنه اللجنة الأولمبية في هيكل الرياضة المصرية لها هذه اليد العليا على الأندية تحديدا يعني طول عمرها الأندية عندها مساحة حركة شوية يمكن الاتحادات تبعيتها للجنة الأولمبية هي منتخبة من أعضاء الاتحادات هي بتشرف على برامج تدريب هذه المنتخبات في الاتحادات هي اللي بترأي بالصرف في الاتحادات علاقتها بالنادي علاقة تقريبا مش موجودة معهودا 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 علامة اتعابكو بالشديدة جدا يا أستاذ براهيم الليحنا نتكلم فيه بفرض أن اللجنة الأولمبية واللجنة السلسية قد وفقت وانا جالي وانا جالي تليفونات كتير من ناس أفاضل جدا وعضاء في مجلس الشعب وقالوا لي أنه في القانون لم يكن هناك الزم أن اللجنة الأولمبية هي اللي تحط البيحة وأن هذا البند وضع بطريقة أو بأخرى بعد المناش وبعد التصويت على القانون والحقيقة ده صبعا يعني حاجة ودايب غير قانوني يا فان ما هو سيبك بص القانون مش هنتناقش في القانون إحنا مصطفقين إننا إحنا محتاجين قانون يمشي العجلة ويمشي من الوضع الحالي من الوضع الحالي نمر من الوضع الحالي إنما للأسف إحنا بهذه الطريقة بنخرج من التدخل الحكومي إلى التدخل الأولمبي صحية والله هو تدخل حكومي من وراء ستار أولمبي يعني يعني أنا النهاردة قلت الوزيف لا أنا في هذه الحالة أفضل أن يكون هناك تدخلا حكوميا مباشرا على أن يكون تدخلا أولمبيا من بره بالضبط مستثر صحية طيب سؤالين يا فاندم حضرتك دلوقتي ما هو الهدف من مناقشة هذا الأمر لله اللي يرى أن له حقا كبيرا فيه في مجلس شعب ما زال حتى لو اقتنع أعضاء مجلس شعب إيه الألية اللي ممكن يعني يضع ملاحظات النادي الأهلي موضع التنفيذ هل هناك ألية تسمح بهذا أم لا مجرد طرح يعني لن يصل إلى شيء شوف هو النهاردة كان أهمنا الأول والأخير أن احنا نثبت وجهة نظر النادي الأهلي يعني ده كان أهم حاجة بالنسبة لنا أنه الأهلي بيقول صوت وبيقول صوت نسموع علشان لأنه دهم بعد كده أن احنا أصرنا كان فيه سلبية ما قلتوش ليه أو ما قلتوش ليه احنا بنقول وبنرفع صوتنا وبنصل بطلبات وأنا أعتقد أنها طلبات عادلة ومشروعة الحقيقة أنه فيه حتة في برضو من اللي شكعتنا أنه نروح النهاردة أنه فيه حتة في اللايحة اللي سترشادية بتقول أنه من حق اللجنة الأولمبية أنها تراجع اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية أنها تراجع يعني فيه 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 كلام بيقول في مرونة أنه ممكن نرجحها طب من بقى اللي يقدر يفرض دي هل اللجنة الأولمبية لو اقتنعت ولا لازم حد يفرضه عليها بما هو الحقيقة أنا دلوقتي الموقف محير جدا لأن دي لأنه أولا السيد الرئيس اللجنة الأولمبية لم يحضر النقاش النحو ثانيا لم يحضر من رؤساء الأندية أو من موجود الأندية الأعدادها كبيرة غير النادي الأهلي ونادي الزوق فيه أندية أخرى كبيرة نادي الزمالك ما كانش موجود نادي الشمس ما كانش موجود نادي الصيد ما كانش موجود نادي كتيرة ما كانش موجود نادي اليوكس ما كانش موجود سموحة ما كانش موجود لا سموحة رئيس ممثل وهو له تحفظات شديدة جدا على الليحة برضو له تحفظات طرحا له تحفظات عجل يتسيبك احنا النهاردة تكلمنا في ثقين قلت احنا مش عايزين نضيع وقت في ثق الليحة نفسها والمؤهل المتوسط وعدد اعضاء مجلس الادارة لانه انا مش شايف اللاجلة الانطبية لها الحق في نهاية قولي انت ممكن مؤهل متوسط دي برئيس من النادي الان انا دي انا شخص على المستوى الشخصي لا اقبلها كعضوة منها وما اعتقدش ان جمال عمال نادي الاهل هتقبلها انه يبقى من وقع خبرتنا انه يبقى مجلس الادارة من 12 واحد انا شايف انه هي دي عدد كبير جدا ده يعيق العمل عدد كبير يعيق العمل انت لما كنت زمان في اللاحة الاولانية كنت بتبقى عدد لأعضاء عشرة وبتزود ثلاثة بالتعيين الثلاثة من زوي الخبرات للاستفادة بالخبرات خلي بال حضرتك قبل ما يبقى عشرة هو كان سبعة يعني انا المجلس اللي كنت فيه مع الفريق مرتاجي كنا سبعة وثلاثة بالتعيين يعني اذا المجالس كلما اددنا نوظف اعددها انه عشان تناقص وده بقى أنا بنكلم احد لي أنا شخصيا باتكلم عن تجربة شخصية اق tongaling انا شخص نفسه كان في لحظة من اللحظات اه ۱ ٱ county وبعدين بقى ٦ و هاتف الانجاز يمسي أسرح انما أنا ما بقولش � طبعا لأن ٦ ممكن يكون قليل انما أنه يبقى ٩ أو ٦ أو ٩ هو تسعة كويس عشان مكتب تنفيذ ما يبقى خامسة يبقى معقول مثلا يعني كل هذا كلام ولهذا السبب احنا كلفنا او طلبنا وتكرموا بالموافقة الاستاذ رجاء عصير وده اعتقد كلنا نعرف كباع في الناجي الاهلي وكباع خانوني المستشار عبدالديد محمود كباع خانوني وكباع كعضو مجلس ادارة وشاف وخبر المجال الاستدارات السابقة الدكتور علاء مشرف يعني الثلاثة طبعا من اولاد النادي الاهلي وقدام النادي الاهلي وفي نفس الوقت كلهم فيهم خبرات يمكن الاستعانة ديها يقعدوا مع المجلس يقدمون لنا تصور ونتناقش فيه ونقدموا للجامعية العومية هذا هو ما يلخب النادي الاهلي او يلخب اي نادي الحقيقة انه يحصل توافق على لائحة تعرض على جامعية العومية وجامعية العومية تقرر انما انا لسه لحد النهاردة انا مش قادر افهم دور اللاجنة اللوينبية ايه الحقيقة هل النهاردة اه 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 اقدر انا اروح اشتقي اللاجنة الأولي noch trivial للاجنة الل royertain الدولية يعني كممكن اشتقي لوزارة للاجنة اللومبية الدولية انا في دلوقت انا مقدرش معدرج لاجنة اللاجنة الل République اللجنة الدولية يعني يعني ان ان الدكتور حسن مصطفى هو عدو في اللجنة السلسية وعدو لجنة الدولية ويعني هي الأمور متشابكة لكن دعني برضو هنا انا 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 دلوقتي قدرت احط ايه ايه دي على اه مصير للموضوع ده المصير مش هيتحل في مجلس الشاعر خلاص يبقى لازم يتحل هو هو اساسا من دهاردة الدعوة يعني احنا بنولف دعوة اه محترمة وبنحترم الناس اللي دعيتنا وبنروح لها انما حاجة بروتوكولية يعني مش ملزمة اه انما لازبات برضو حق النادي الاهلي ولتحفظات النادي الاهلي اه على اه اه عدم يعني انت حركت الماء الراكز زي ما بيقول وخليت الناس تبتدي تنتبه ان النادي اللي عنده وجهة نظر يجب الاستماع اليها لكن انا شاف ان المصير القادم يا رئيس انها تبقى مع اللجنة الولمبية اللي هي من حقها تراجع اللايحة الاسترشاد ايه صح ولا غلط عشان كده كنا بنتمنى حضور رئيس اللجنة الولمبية طب ما ندرش نطلب منه كده واش تعال نعمل مع مجموعة من الاندي اجتماع طبعا طبعا وده اللي هنطلبه يعني يعني ده ده هنطلبه ده هيحسن كلام جميل بس باقي حاجة واحدة باقي يا رئيس البيانة اللي طول نهاردة كنت انا وابراهيم يعني عملين بنساجل بعض فيه انتو انهتو بكلمة اه مهمة جدا ولن يكتفي المجلس بالعرض على الجامعة العمومية ولكن هيعرض الليحة على اعضاؤه ليدلوا بدلوهم فانا بقوله دي خطوة تسبق الجامعة العمومية قال لي لا دي مكتوبة بعديها فانا بقوله لا اتصور ان الطرح على الحوار المجتمعي يجب ان يسبق الجامعة العمومية يعني انا اطرح مشروع الليحة على الاعضاء وبعدين اخد ازا كان عندهم كلام احطه في صلب التعديلات واطرحه ما ادل ما ادل هيحصل بالضبط اذا هي خطوة ستسبق الجامعة العمومية مش بعدية اول باللجنة تخلص مشروعها للليحة هنقعد مع مجلس الادارة المجلس الادارة هيقعد مع اللجنة ويتفق وتنشر هذه اللائحة المقترحة اه على اعضاء الجامعة العمومية وعلى الحوار القدامة زي ما انت بتقول وتنسل في جميع المواقع والجلة الاهلي كل الوسائل الاعلامية بتاعتك ها كل الوسائل الاعلامية بتاعتي وغير بتاعتي كمان بنقول ان هي دي اللي احنا بنقترحها اذا كان هناك هيبقى فيه اختراحات وتقبلها اللجنة قانونا موسعات برضو بيقفين اختراحات لا تقبل قانونا لو اللجنة اعتمدتها قانونا وقالت اهل اختراح دا كويس واحنا قلنا على الاختراح دا كويس اه هنترحل التصويت انما النهاردة مثلا اتقال حاجة يا عدلي اه الحقيقة اه انا بان ذلك اتنفاجأة لانا ما كانتش موجودة في اللايحة المترشدين النهاردة اه الوزير قال انه العضو يقدر ييجي من الصبح من ساعة تسعة لساعة سبعة يدلي بصوته والساعة سبعة يفرزوا الاسوات لو اكتملتي بخلص فالتصويت حصل دا احسن على فكرة يعني اليوم مفتوح في انعقاد كامل بالزبط كذلك يعني انت مبتستناش لما بيوصل الى النصاب القانوني لا انت بتكمل وتشوف الاخر وصلت لنصاب القانوني دا احسن على فكرة. ما هو دي 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 مسلا دا 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 معالي الوزير النهاردة الهاتف الكلام. يعني فا فا. لان في ناس بتحب تيجي وتمشي. زي ما برضو بيتقال كلام يا كابتن عادلي وامستاذ ابراهيم. اه. انه مجلس الاضارة الحالي بيحاول كل المحاولات دي لاستبعاد اشخاص من الترشح لمجلس الاضارة. انا مش قادر افهم عن كيف نستبع الاشخاص من الترشح لمجلس الاضارة. دي نقطة اللي انا كنت لسه عايز اسهر حركة عليا لانه البيان كان واضح فيها انه ده مشروع لايحة لهو اقصائي ولا يفكر ابدا في منع او حجب اي عض وحقه في الترشح. يا استاذ ابراهيم ويا كابتن عادلي انتم اكثر الناس ادراكا لمواقف مجلس الاضارة الحالي. نعم. في اه عدم الاخطاء وعدم ال اه احنا احنا كل اللي بنسعى عليه مصلحة المدل الاهلي ومصلحة الكيان. اي. اللي احنا اختمنا على الحفاظ عليه. اي. مش مش ما 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 بنعرفش احنا نخش للا يعني معرفش ما ما يعني قد يكون هزا حضور دي بقى عندنا ان احنا بنعرفش بنشتغل من تحت التراضيز. احنا شغلنا كله واضح وبنشتغل بشفافية تامة وما عندناش مش دي. قال لك بند الثمن سنوات. بند الثمن سنوات. انا شخصيا مقتنع ببند الثمن سنوات. وكان نفسي احطه. ونفسي يتحط. عموما. ما متحطش في القانون رغم ان حصل عليه دي بيت كدير اوي. انما متحطش في القانون. سابوا للاندية. سابوا للاندية يعني. سابوا للاندية لكل واحد يحط لايحته. انا اتمنى ان انا احط بند الثمن سنوات. بند الثمن سنوات لن يطبق الا اعتبارا من الانتخابات القادمة. لن يطبق بأسهر راجعي. يعني مش هيطبق بأسهر راجعي هذا الكلام. فانا مش عايز بس حد يبايد ويقول ان هناك اغراض. احنا ليس لنا غرض الا حاجة واحدة بس. وهو مصلحة النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. اللي يجب ان نحافظ عليه جميعا ونتكتف حوله. وبصراحة كده يا ريس بقى. تبقى الكرة في ملعب الجماعية العمومية الناضجة الوعية في النادي الاهلي. التي لا يليق انت تقاعس عن ممارسة هذا الحق الخطير في وضع دستورها. انا ده اللي بطالب دي كابتن عدلي. مهم جدا دلوقتي دور الجماعية العمومية. وجماعية العمومية دورها في الانعقاد. ايا كان ما سنتوصل اليه مع اللجنة الولمبي. يعني حتى لو قدرنا نتوصل ان احنا من مجد للأحداث. انا بقى طالب الجماعية العمومية ان هي تحضر عن بكرة ابيها. علشان تكون رأيها في مستقبلها. مستقبل ولادها. وهذه اللقيحة اللي هتحدد النظام النادي الاهلي لسنوات خادمة. ده ما ينفعش. ده يتبع محطوطة. الناس لا علم لهم ولاد راية بداخليات النادي الاهلي. ده يعني الحقيقة. اه فكرة. فكرة. انا كنت برضو لسه بقول للأستاذ فريم قبل حضرتك ما تعمل مداخلة. كنت لسه بقول له ان الطرح المجتمعي قد يكون احد اسباب عمل حراك وحشد. لما اعضاء النادي يبتدوا قبلها في شهر يتنقشوا في في النظام الاساسي بتاعهم وليحتهم. هيبقى في انتشار للاهتمام والوعي. اعتقد ان ده حيساعد برضو على تكسيف الحضور والاضلاق. بالرأي لانه في الحالة دي هم شركاء في وضع الليحة. ليس هناك شك في ذلك عدلي. وده اللي هنحاول نعمله بشدة طرق. هنبقى بتسهل على الكابتين. وحاولة الوصول الى صيغة مقبولة لنعقادة كامعية العمومية. لائحة مخترمة طليف بالنادي الاهلي. اه اه يعني من الحاجات اللي ممكن التفكير فيها برضو. انا معرفش بقى لازم نتدرس هذا الموضوع مع اللاجنة اللي بتخط اللايحة او بتضع اللايحة. وبالمناسبة هذه اللائحة اساسها اللي احنا هنقترحها او اللي احنا بنزيها لله اه او ادناها بالفعل للاجنة. هي لائحها وضعها المجلس السابق. وكان ينوي اه 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 اه. انت خدت من بقى اخر سؤال. اه اه اه. ده اساس اللي اه. وانا سعيد انك اشارت الى ان مفيش مجهود اتبذر حيترامي. هتبنوا على النظام الاساس اللي اتحطى قبل كده. وكان بصدد طرحه على الجمعين العمومية. طبعا اه ادل. ده كلام جميل جدا ومهم جدا. وتبقى دي دعوة باش مواندس يعني علشان برضو نحسس الاعضاء بالمسؤولية التاريخية بتاعتهم. ان ده دستور الاهلي. تواصل. تعالوا خطوا دستور الاهلي. اه. اه. لأ. يعني مش مجرد. انا بتكلم على كلمة اللي اه لان مواندس محمود طاهر دي انا عايز الناس توقف امامه. اه. ان كل واحد بيبني على اللي عمله اللي قبلين. بزبط. دي مفيش هنا. دي بتاعتي ودي بتاعته. اه. فده نقطة مهمة جدا عشان الناس بقى ايه. هي اللي عايز يعمل لنفسه. استقطاب واستقصائه وحر. اه. لان الاستناد الى اللايحة السابقة. لو لم يكن هذا هو الوضع القائم لما كان هذا هو كيان النادي الاهلي. بالزبط كده الله ينوض. صحيح. يعني خلينا بقى واضحين وبنتجلب. كلنا بنبني على بعض. اه. كلنا بنبني على بعض. اللي ده انا بفكر او المجل يعني انت هارده لسه هاخد رأي المجلد لهذا الموضوع برضو اللاجنة اللي بتقرر اللايحة. ان احنا طب ازا كان العدد اللي اتناشر خمتمية ده. ازا قدرنا نوصل لعدد اقلم كده هيبقى حاجة رائحة طبعا. اذا ما قدرناش. يبقى ازا. لازم ان نفعل الدعوة قوي. هتوبى مسؤولية النادي واعضاؤه ان يحضروا. اه. ونحاول نسهلها عليهم. ان احنا نعمل بلاجة تصويت. في كل مكان. في كل مكان. انا لو عملت دي. دي ممكن تزود العدد. طبعا. هو اللايحة هنا ما بتقولكش فين. مش كده? اه. هي بتقولك في الفرعة الرئيجي. جمالهم هي في الفرعة. اه. اه. او المقر الرئيجي. برضو ده كلام اللجنة الاولمبية. ايو ايو. هي اللجنة الاولمبية لا تملك ان انا ممكن اطلع على حج. واقول ان الانتخابات بتبقى في كل فروق الناس. بس المهمة تطلعها ما دي النقطة. هو هو الاجتماع بتاع الجمعية العمومية الاولاني ده. هي تطلص مشكل كتير. ده اللي هتحط فيه كل اللي انت عايزه. وانا على فكرة بس انا بكلم الرأي العام وكويس من رئيس النادي معنا. لما بقول الوسائل بتاعتك مش بتاعته هو. بتاعة النادي الاهلي اقصد. عشان الناس بس ايه ما تاخدش وتفصل. وتزايد وسائل النادي الاهلي. احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. مش بنتكلم على فلان وفلان وفلان. لان كل الناس ولاد النادي محترمين وبيحبوه وعلى كفاءة. لكن في ناس النهاردة في المسئولية بيفكروا كده ويحتاجوا المسندة عشان يعملوا دستور للنادي الاهلي ومستقبله. هنوبقى احنا كدامعية عمومية. هنشين مسئولاتنا ولا هنقلص لعشرة كتير وخمسة كتير وتمانية. لا النادي الاهلي لو قلنا اتناشر يجي عشرين. المفروض يعني. بالضبط كده عادل وده دور بقى حضراتي. دور مهم جدا في حجز الجامعية العومية وفي توعية الجامعية العومية. يعني النهاردة الحقيقة الاستاذ مد وحيد قال كلمة واحنا بعد اللجنة. آآ قال هناك ثقافة انتخابية في مصر. بنتعلمها خطوة خطوة. نحن دماشي الثقافة الانتخابية. والجليل على ذلك هو سأل المهندس فرج عامل. الكام كان عدد المدعوين لهذا الاجتماع. قال له حوالي تلاتين ناجي. قال له جي كم واحد منهم. جيت مين او تلاتة. فده يدل على ده. ده احنا منكلم داخل مجلس الشعب بقى. وحتى في الاندية باشموندس يعني اي نادي الانتخابات على قسوة على سخونيتها واهميتها والحالث الكبير فيها. ما بيزيدش عدد الحضور فيها عن عشرين خمسة عشر في المية على افضل الاحوال يعني. لا ما عمره ما يوصل لعشر خمسة وعشر. آآ ما بيوصلش لعشر في المية. آآ ما بيوصلش لعشر في المية. آآ فا يعني يعني لازم برضو يبقى في نوع من التنازلات التنازلات من الجانبين. وهو احنا مش متشابسين برائي. احنا بندور على المصلحة العامة. احنا لا نتشابس برائي. احنا بندور على المصلحة العامة. المصلحة العامة تقتضي ان يضع كل نادي لقاحته. ويتم التصويت عليها في ظروف مناسبة. ويتم التصويت عليها بأعداد مناسبة. لانه نتيجة الثقافة الانتخابية اللي عندنا. آآ نتيجة آآ ده انا بقول لك على مستوى رؤساء الاندية. رحل ثلاثة ولا اربعة من ثلاثين واحد. صحيح. الوضوع يخص يخص بكل نادي فينا. تمال يا رئيس نحط العربية قدام الحصاني. الكلام ده لو كان حصل قبل اللايحة للسرشدية او قبل صدور القانون كان بقى ساهل للدنيا كلها. بقى بالزبط كده كابتان عدل الموادي برضو من حاجات انما برضو احنا بنقول عايزين ماشي بركب واحنا في مرحلة انتقالية. خلونا نعطي مع بعض كلنا ونحط ايدينا في ايدي بعض كلنا. شواندس احنا اجهادنا حضرتك بس اعتقدوا الصورة واضحة تماما لكل السادة المشاهدين. لكن مش هينفع نفوت فرصة وجود حضاك معانا في بعض الاسئلة الخفيفة اللي بتهم برضو قطاع مهم من الاهلي. يعني موقف النادي الاهلي. لا 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 مش هروح والله. بيقضت حضا فاجأة. ايو ايو ده بيعملها معايا يا ريس. ونقعد وده ما عايز ياخد مني معلومات على طول. ايو. موقف النادي ومجلس الادارة من المشاركة في منديال كرة اليد في قطر. هل تم صدور قرار نهائي بهذا الامر ولا لسه هيعرض على المجلس. لا احنا اخذنا خرار تابعا نهائي. اه بعدم المساركة. اه ده ده موضوع اه حسن من من ثمانة اسطرين احنا احنا كلنا طلبنا اه تأجيل اه او اعطاءنا مهلة. اه. اه. لحيط كان اه ساعتها هناك بوادر حشول للازمة. اه. انما لم تحل الازمة. اذا لم تحل هذه الازمة احنا القرار بتاعنا احنا طبقا من الموقف الراعي نحن مقاطعين لهذه البطولة. ومش هنقدر نشارك فيها تمشيان مع اه يعني اللي الناس كلها عارفا احنا بنتمشي مع سياسة بلدنا وبنتمشي مع سياسة اه دفاعنا عن حقوقنا وده ويعني ومشاعر المصريين كلهم. الموقف الوطني الكامل. اه. تمام. بالضبط كده ده شعورنا الشخ. تمام. كنا بنتكلم في انه الفيفا بعت للنادي موقف كلبالي وقصة هروبه. النادي جاهز ملف للرد على الوضع ده. لا احنا الفيفا لسه احنا بعتنا الملف بتاع كلبالي لآه. انما لم نتلقى ردا من الفيفا حتى الان. اه. ومفيش اي محاولات اخرى? لا لا لا. ليس هناك اي محاولات لأي حاجة وموقفنا واضح وصريح بهذا الموضوع. احنا لن نتنازل عن اي حاجة وآه في موضوع كلبالي. اه بس اللي انا حايد اقوله اه اعتقد انه موضوع كلبالي ده تصرف طائس منفارد. اه قد قد يكون فيه حاجات انا معرفهاش انما اللي انا شايفه من خلال رؤيتي اللي استحى كده انه الولد تعرض لضغوط سديدة جدا عصبية ونفسية انا لا اعلمها وبناء عليه هو خرر انه يجد البلد وينش انا كلمني وفي بداية الازمة كلمني الوكيل الانجليزي بداعه اللي كان جايبه وقال لي انا عندي اجتماع معاه بكرة وانا هاعد اتكلم معاه وانا هاخده واروح ناجي انجليزي يقوله يفاهمه ان الكلام با يضر مستقبله ويخليه بطل قورة وبعدها بيومين ثلاثة اكلمني قال لي انا بعتذر الولد خارج سيطرة تماما وانا نهيت علاقتي بيه كوكيل اه دي اخر معلومة عندي اه في هذا الموضوع اه واحنا ماشي في خطواتنا وعملنا الملف كاملا والمستشار حلمي عبد الرازق اه هو اللي متولي هذا الملف اه ومعه اه انصراج اه بكير التعاخدات اي وبعتوا الملف ودفعنا خمس تلاف فرنس بيسكي رسول قبول هذا الملف في الفيفا لم نتلقى اي رد حتى الان انما طول ما الموضوع لم يستم الولد ده لا هيلعب كورة ولا هيروح حتى ولا يقدر يروح حتى دون حل لهذا الموضوع والاهلي لن يتنازل عن حقوقه اه في اه موضوع كليباني بإذن الله كمان نكون متنبهين ان ما يطلع له الشهادة مؤقتة لان ده موضوع اصبح اه خطير جدا الناس بتهرب وبتلعب وبعد سنتين ثلاثة تتعاقب لا اصلا ده موضوع مختلف اه عادل الشهادة المؤقتة بتطلع بعد فترة زمنية الولد لسه فاضل ثلاثة عادل اه اه ومعندوش مبرر لفسخ العادل ده حاجة غريبة جدا اه ومعندوش مبرر اه فهو المختلف ممكن يطلع له الشهادة مؤقتة فيه ساعي ان الجمهور يحضر ماتش القطنة ريس اه احنا بنسعى لذلك جاهدين وقدمنا طلب ان احنا اه 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 يعني بعد التجربة الناجحة اللي باشادة السرطة وااشادة الجماهير فيما حدث في المقرص صابقة اه مقدمين طلب ان احنا اه من عشر ان صحهم بعشرين اه 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 واعتقد انه البطولة العربية قادمة وهيحصل فيها برضو جماهير وهيحصل فيها تنظيم للجماهير فبركو انه الامن يوفق لنا على على الاقل عشرين اه 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 نقدر نبتدي اه اه في النهاية اه 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 جميع التذاكر نفذي بالبيع على الموقع ده مهم جدا لان تدعيم هذا النظام اللي حيحافظ على حقوق النادي الاهلي ويخليك بقى تبتدي اه اه بحضور جماهير نعمل تسويق للبطاقات الموسومية ونخش في الشغل بتاع الناس المحترفة صح بنا تمنى ذلك عادلي واحنا بالتأكيد وضعنا الحجر الاساس وحطينا كمان فوق دور ودورين اه اه ادارة المباريات اه او ادارة يون المباريات وكماهير عندنا الحقيقة عامل سوك كبير جدا اه اه وناجح حتى الان يعني هو ناجح اه بنسبة ما في المياه حتى الان طب اتمنى ان احنا زي ما انت بتقول كده بنزود تدريجي من عشر العشرين لتلاتين وبإذن الله نرى الاستادات في الموسم القادم اه مليانة على الان بإذن الله يعني حوال ما نرى الاستاد بتاع الاهلي ان شاء الله عشان هو ده الشغل بتاع التسويق الحقيقي بقى ان شاء الله ان شاء الله بمناسبة البطولة العربية بشموندس هل فيه تصور او موافقة من المجلس للجهاز انه لو حيلعب صف تاني من اللعيبة ويريح اللعيبة المجهدين هل ده تصور مطروح ولا مطروك للمدير الفني كاملا التصور مطروك للمدير الفني كاملا ولا نحمله مسؤولية زي ما بنقول الاخر ماتشين في الدوري احنا بنديله فرصته انه يعمل اللي هو عايزه ونحن له الحقيقة طبعا اه يعني وضع موحف جدا بالنسبة لل للاه هو مش عايز اقول لله ليه بس الحقيقة لانه لكل فرق توري صحية وضع بذات الفرق اللي بتسارك في افريقيا اه وضع ما ينفعش الفرق ده وصل فجر النهاردة وتلعب بكرة وتسافر وتسافر وتلعب بكرة يعني الحقيقة عملية مش بصالح الكرة المصرية حضرتك تدخلت علشان الماتش ما يتأجلش نزولا على الظرف الصعب ولا كان فيه اتصالات بمعنى ايه الظرف اتقال ان الجهاز كان نفسه يأجل او عايز يطلب التأجيل وحضرتك شفت ان الوقت دايا ولازم ان نلعب احنا برضو بين شقايا الراحة استاذ ابراهيم انت عندك موسم لازم يخلص صحيح عشان نفتح باب القيد عشان اعرف قيد بالزبط بالزبط فيه اولوية اهم كمان اذا اردت ان تطاع فأمر بما يعني يوضع بالمستطاع حصلت طبعا بيني وبين اتحاد الكورة والتحاد الكورة قال احنا يومك اليوم واليوم طبعا كان هيفرق معانا انما الجهاز الفني عندنا فضل انه يلعب على طول ويلعب بالصف التاني او يلعب اللعيبة اللي ما تلعبش وخلاص بقى هو عمل اللي عليه في الدوري الدوري بالزبط كده فاحنا ما عندناش مشكلة الدوري محصول احنا كل عمنا دلوقتي في تخطي دور 16 ان شاء الله والوصول لطول التمانية واحنا حالتها كويسة مش مجرد الوصول واحنا منهجين بالزبط انا بقول الكلام ده مش بس بيؤثر على النادي الاهلي ده بيؤثر على كورة في مصر يعني اللعيبة النهاردة هتخلص الدوري في ماتشين والكاس عندنا 3 ماتشات والبطولة العربية عندنا 4-5 ماتشات وبعد كده هنخش على ماتشات اوغاندا يعني منتخب قومي يعني الحقيقة عمليا تحرية والله عمليا تحرية وانا مشفق على اللعيبة ومشفق على المنتخب القومي صحيح هيقدر يواصل المتقر بالعيبة منهجة هكذا يعني فالحقيقة يعني معلش تتزابة بنقول احنا لازم نحط ايدنا في جيد بعض كلنا ونعطي مرحلة ونتمنى ان يتم الاستقرار من المخصم القادر بتفكروا ازاي في التخطيط لموضوع ربطة الانديها ريس مش عايز اجابة دلوقتي لكن ارجو ان يبقى عندنا تخطيط في هذا الهم عايزين اجابة بشكل سمسعدون اجابة انا نسعد اجابة بان انت ما ينفعوش الكلام ده عاد وكان بيلومني انا هو حسيبراهيم بتاع انت ذكرت حالين ده ده ما نمضي صهرا معاكم النهاردة ان شاء الله ان شاء الله هناك حالين احب اتكلم فيهم بسرعة اول حاجة ربطة الاندية احنا تم الاتفاق نهائيا على تفعيل ربطة الاندية اعتبارا من الاسبوع الخادم ستتم الاجتماعات واللائحة اللي كانت موضوعة وكان فيها كابتن حسن حمد وكان في ايام ما كان ماشيك ربطة الاندية هي اساس النخاش وبنتكلم فيها على المرحلة الخادمة والتفعيل ربطة الاندية وده كان في الاجتماع اللي اتعمل في نادي مصر المخصة في شهر رمضان على انفطار وتم الاستفاق انه بعد العيد مباشرة بس طبعا نتنقين ماتش القصن احنا دلوقتي كل حياتنا وقفة لحد ما نعدي ماتش القصن ان شاء الله ونبتدي نتكلم في ربطة الاندية المتارفة والناقش ضيحتها ونفعلها بالاتفاق مع الاتحاد الكورة يعني الاتحاد الكورة هو باول مرة بيستاند وبيساعد بالحقيقة اول مرة الاقي ايدين ممسودة وادين مفسوحة في مرونة يعني في موقف الاتحاد بالذات فيما يختص مش بالادارة بتاعة المسابقة لكن في ادارة الحقوق احنا لسه ما نكلمناش احنا عنا 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 اول قاعدة لمناقشة اللايحة ونسوف ايه اللواحة التنظيمية بتاعتها ونبدأ فيها الحاجة التانية اللي عايز اتكلم فيها برضو اللي انت ذكرتها باللوقتي كتنعاتي استاد النادي الاهل بالضبط ان شاء الله ان شاء الله في خلال اسابيع قليلة يكون قد تم تدشين الخطوة الاولى في استاد النادي الاهل خلال الفترة القصيرة اللي جاية خلال الاسابيع الخليلة القادمة خلال التصور بتاع شكل الساد والمناطق المحيطة بالاسواق والمناطق التجارية والكباسيتي اوسعة بتاعته وهل في نهاية نعمل فيه مدحف ولا لا احنا عدلي تعاقدنا مع شركة ثانيا تريش وهي عايزة تجيلنا بس برضو طبعا كان في رمضان وكلام ده مصنوض ان هي في خلال اسبوعين ثلاثة على اكثر تقدير لعرض الخطة المتكملة والدراسة التسويقية والمالية لاستاد النادي الاهلي وهناك على الجانب الاخر مباحثات لوضع مكان النادي الاهلي وستراتيجية المكان وهذا الكلام كله يعني انا مش في حل ان اشكرها دلوقتي انما في خلال اسابيع خليلة انساء الله وضع دكور النادي لها ليسعد بما سيتم انجازه في مشاهده ده خبر مهم جدا 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 شكرين جدا على هذا اللقاء الدسم انا ما هو يعني خد خط السؤال وكان بيلومني انا من الاول اهو ابتكر حاجة تاني مش انا جبت لك الاجابات بس بطريقة الراحة مش مهندس احنا شكرين حضاك جدا وحمد الله على السلامة وموافق دايما بإذن الله شكرا جزيلا للمهندس محمود طاهر رئيس النادي لالي اعتقد حط حضراتكو في الصورة كاملة سواء بشأن اللايحة الاسترشادية الاسترشادة وكنت بتزوم لا بس مهم طبعا الوضع الاستراتيجي الشكل اللايحة الاسترشادية اللي اريد لها ان تتحول الى الزمية والدعوة للدستور الاهلي اعتقد الحوار الاهلاوي المجتمعي لصياغ الدستور الاهلي والاطمئنان على مستقبل الاهلي وتقوية اركان الاهلي ادايا مسؤولية اعضاؤه وجمهوره من الاخر كده من الاخر كده على النظام الاساسي اللي سايبه المجلس بتاع الكابتن حاسد بالزبط وهيحطه قدام اللجنة السلسية المحترمة ايوه اذا اضافت اليه اضافت او غيرت فيه حطه ترتوش عملت هيتعرن على مجلس الادارة ثم يطرح مجتمعيا ثم تتغرب للليلة ويعط سياغتها ثم تطرح ع الجمعية العمومية كل اللي فدكم واتطرح ع الجمعية العمومية كوم تاني اذا كنت انتو نقشتوه قبل ما يطرح عليكم ليس من الواجب ان تيجو تزكوه او تعتمدوه تفعلوه تفعلوه اه بالزبط انتو تعالوا فعلوه بقى يعني انتو لاحطين حاجة هو ده خلق الزخم بس من فضلك اعتقد ان نادي الاهلي تحديدا ان انا مش الان اني جيلك 12000 واحد مهتمين بهذا الامر طمنتو على مسيرة الكورة طمنتو على انو الاهلي لن يفرط على الاطلاق فحقه في كل بال الهارب دوليا وقانونيا ومش حيقدر ياخد بطاقة مؤقتة ولا يلعب في اي مكان الا من خلال النادي الاهلي وم وفقته واعتقد طمنتو كمان على مسيرة الاهلي في البطولة العربية والصيغة اللي مجلس الادارية تفاهمها للجهاز الفني وم شركته وكمان الخبر المهم جدا انه خلال السابيع القليلة القادمة سيتم وضع الخطوة الاولى واللبنة الاولى لمشروع الحلم استاذ الاهلي الجديد باذن الله اعتقد استمتعتوا حضراتكم بهذه المداخلة بل بهذا الحوار المطول مع المهندس محمود طاهر نطلع لفاصل وبعد منه نشوف الدوري يوم حصاده اهلا بحضراتكم من جديد الدوري يوم حصاده الحقيقة كنا هنناقش الدوري يوم حصاده خاصة انه امبارح تحديدا اتحاده الكرة وقبل ما الموسم ينتهي وقبل بطولة الدوري ما ينتهي تمكن من انجاز خطوة كبيرة جدا لشركة بريزنتيشن الشركة الرعية للاتحاد حاليا اشترت حق رعاية الاتحاد لخمس سنوات قادمة بقيمة هي الاعلى في تاريخ الكرة المصرية وما ينفعش يكون المهندس عادل القيعي واحد من رواد التسويق الرياضي في مصر موجود ومن لمسش على الخطوة دي لانه اللي حصل امبارح مسألة يجب الاهتمام بيها ومتابعتها مستقبلا خلال الخمس سنين احنا بنتكلم على عقد بربعمية خمسة ونص مليون جنيه بنتكلم على مزايدة لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية تحضرها الرقابة الإدارية وده للحقيقة خطوة لابد ان نقدر عليها اتحاد الكرة ونشيد بيهم لانه حابوا يعملوها في منتهى الشفافية والنزاهة شاركت فيها بالاضافة الى بريزنتيشن الفائزة بالعقد وكالة الاخبار ووكالة الاهرام لعندي اتنين مؤسستين كبيرتين بيشاركوا لغاية الانفاس الاخيرة استاذ محمد كامل رئيس بريزنتيشن بعد ما تلقت تهاني من الاخبار والاهرام قال الحقيقة ارهقونا بما يكفي لانه احنا بنتكلم على مزايدة بدأت الازرف المغلقة الفنية بشواندس عرض 391 لبريزنتيشن تلتمية قلت الاخبار عنها بخمسة مليون الاهرام تلتمية وسبعين لما بدأت المزايدة من التلتمية واحد وتسعين بدأوا يفضلوا يزايدوا لغاية لما وصلوا تلتمية خمسة وتسعين ونص اخر حاجة البرزنتيشن عرضتها تلتمية خمسة وتسعين ونص واذا بيه احمد مجاهد رئيس لجنة البت يقول لهم الخطاب المغلق السري اللي مقدموا المهندس هاني ابو ريدة بالقيمة التقديرية ربعمية وخمسة ونص مليون فقد الأمر لبرزنتيشن يتروح للرقم يتلغى المزايدة زي ما تلغت المزايدة الأولى لعدم تحقيق القيمة المستهدفة أو التقديرية فبرزنتيشن وفقت على قبول القيمة التقديرية ففازت بالعقد بربعمية وخمسة ونص حوالي 81 مليون جنيه سنوية يعني الدوري طبعا هو حاجة كبيرة أكبر حاجة عشان نقول للناس الكرة المصرية عشان نقول للناس بس هي الباقة دي فيها أيوة ده أهم حاجة الباقة دي فيها مباريات المنتخب الوطني الدولية الودية في الأجندة الدولية نشئين وجبار نشئين وجبار وتصفيات المنتخب أو المنتخب في تصفيات كاس العالم يعني عنده اللي باقي من حاليا المباراة تحت الكنغو في القاهرة وأغندا في القاهرة المباراتين دون اللي باقيين من تصفيات كاس العالم 2018 بالإضافة إلى كاس العالم اللي بعديها عشرين اتنين وعشرين يبقى عنده تصفيات كاس العالم وعنده المباراة الدولية الودية ده ما يخص المنتخب الأول عنده مسابقة كاس مصر في الخمس سنين إعلانات أو رعاية إعلانية وبس لتنين وعنده مسابقة الكاس السوبر المحلية في الخمس سنوات إعلانات والبث برضو وعنده شوات حقوق صغيرة بقى ملابس الحكام والإعلان عليها الكرة الشاطئية الكرة النسائية الكرة الصلاة كل أنشطة الاتحاد الصغيرة المتناصر إنما مسابقة الدوري كاملة بس السؤال الوحيد اللي نسينا نسأل الموانس محمود طاهر فيه مطالبة جماهيرية بس إن شاء الله تجلنا باتصال تليفوني بقى إن القناة تاخد الحقوق دي بإذن الله الدوري في الموسم الجديد إن شاء الله فإذن اتحاد الكرة أبرم هذه الصفقة بريزنتيشن فازت بهذه القيمة أو بهذا العقد علشان تبدأ تشتغل في المرحلة اللي جاية إن شاء الله لمزيد من تطوير الكرة المصرية وآليات التسويق الرياضي فيها إذن فقرة الدوري حنقشها لكن أعتقد الموقف الأفريقي ملح جدا وخلصانة بشياكة يا أهلي الناس قلقت بعد تعادل للأهلي في المباراة الأخيرة صحيح كان عنده فرصة كبيرة للمكسب ضعت فرص سهلة جدا خلت الناس فعلا متأهبة ومنتظرة الفوز في أي وقت لكن ربا ضر نفع هذا التعادل بهذه النقطة حفظ للأهلي فرصة التأهل المضمون بإذن الله بشرط إن الأهلي يكسب يوم السبت القطن الكاميروني ولو بنص هدف أي فوز للأهلي في هذه المباراة بشمهندس يخليها خلصانة بشياكة تماما طبعا شوف الناس كانت مركزة قوي على إنها لازم تكسب ذنكو هناك ما كانتش حزبة التعاودل في دماغه لأنها حزبة معقدة كانت خصوصا إنه برضو يعني فكرة إن الودادي يكسب القطن في ملعبه عقادة الأمور إنه يكسبنا 2-0 يكسبنا 1-0 برضو عقادة الأمور أيوه فأنت الوقت بتلعب على المركز الثاني مش الأول ما لكش الله الثاني فأنت بكل الحسابات ما لكش الله الثاني بشرط تكسب القطن بأي مكسب لكن الذي يدعو إلى التفاؤل أو الاطمئنان بعض الشيء إن المباراة هنا بقى المباراة هنا وأعتقد إن الناس عملت تتكلم على نتائج القطن الذي لم يفوز بأي مباراة ولكن هذا لا يدعو إلى الاسترخاء أو استسال المباراة لأن الكرة غادرة الكرة غادرة ده تحذير مهم جدا هيخليني أبص منه على المنشتات المنشتات الصحفية والإعلامية اللي أعقبت تعادل الأهلي مع زناكو في زنبيا الأخبار قالت الأهلي يهدر كل الفرص أو كل فرص للفوز في زنبيا فعلا أهدر كل الفرص اكتفى بالتعادل السلبي مع زناكو رغم السيطرة والهجوم الضغط والمباراة والأهرام قالت الإعصار يحرم الأهلي من تأمين السعود إلى دور الثمانية بدور الأبطال والمصر اليوم قال الأهلي يقترب من دور الثمانية بدور الأبطال رغم التعادل مع زناكو البدري أدار المباراة باقتدار وأجي وأجي وسليمان والسعيد أهدروا ثلاثة أهداف وقالت أن حمود التفوق على نفسه قبل تغييره والأحمر يحتاج للفوز على القط للصعود فرصة أجيه الحقيقة ما فيهش توفيق ده حتى من فوق رأس الجون خبطت في العرب لكن اللي عايز أقوله أن واحدة من أفضل مباريات النادي الأهلي الخارجية والداخلية حتى هي واحدة تصنف في مشوار الأهلي الأفريقي السنادي واحدة من الأفضل الأفضل الجمهورية قالت الأهلوية عادوا بنقطة من زنبيا والوفد قال حسابات المجموعة تزداد صعوبة بدور أبطال الأفريقية الأهلي يهدر فوزا سهلا أمام زناكو ويسقط في فخ التعادل السلبي اليوم السابع قال الأهلي يتعادل سلبيا مع زناكو ويؤجل التأهل لموقعة برج العرب والموقع الرسمي للنادي قال الأهلي يتعادل مع زناكو وينتظر موقعة الأطن الحاسمة وأيضا كابتل حسام البدري قال للموقع الرسمي وجهنا سوء حظ أمام زناكو وواثق من التأهل أحسن منشط أجبني بتاعليوم السابع الأهلي يتعادل مع زناكو ويؤجل التأهل لموقعة ده يعبر عن وقع الحل كابتل حسام البدري قال تركيزنا منصب فقط على لقاء الأطن ده في الإشارة للكلام اللي تقال على مباراة المصري والرغبة في تأجيرنا وهو واضح هو يعني خلاص مش مركز في مطش المصري وقال لك هلعبوا بالناس المستريحة على أساس أنه اليوم ده يريح فيه قبل القطن أحسن ما يريح فيه قبل المصري والكابتن سيد عبد حفيز قال أيضا الفوز على القطن يصعد بالأهلي لدور الثمانية أشار عبد حفيز أنه واسق من قدرات لعيب النادي الأهلي لكنه خدوا بالكو الكورة غدارة اعملوا معروف طبعا مباراة السابت هتبقى تسعة مساء هيديرها طاقم تحكيم نيجيري الانتحاد الأفريقي أعلن عن تعيين هذا الطاقم بقيادة فرناند أنيتي ويساعد مواطنيه أبيل بارا وعيسى بوسمان دول اللي هيديروا المباراة وليد ماهدي مدير إدارة المباراة في النادي أكد أن تذاكر مباراة الفريق مع القط عددها 8500 تذكرة أو شكت على النفاذ وأضاف أن التذاكر تم طرحها عبر آلية حضور الجمهير من خلال الحجز الإلكتروني بعد نجاح هذه التجربة وأوضح أن التذاكر المخصصة لأعضاء النادي في فروع المختلفة وعددها 1500 تذكرة أيضا أو شكت على النفاذ في ظل حرص الجمهير والأعضاء على مؤذرة الفريق في هذه المباراة المدير التنفيذي للنادي الحقيقة رجع النهاردة من زامبيا كان رئيسا لبعثة الأهلي قال أن النادي بينتظر رد وزارة الداخلية حول طلب زيادة عدد الجمهير في هذه المباراة أمام القط وقال أن الأهلي أرسل طلب إلى وزارة الداخلية والمهندس محمود طهر أكد لكم إرسال هذا الطلب ورغبة النادي الأهلي في زيادة عدد الجمهير وأعتقد محتاجة برضو الداخلية مزيد من السهولة في عملية زيادة العدد في هذه المباراة للأهلي وللزامالك بعد منه لأنه كويس قوي أن المباراتين الأفريقيتين أولا هتلعب المتش في برج العرب فترة مصايف فترة جمهير كتيرة موجودة في المصايف فرصة إقبال الجمهير على المباراة يفتح الباب لزيادة العدد في دوري أبطال العرب ندخل على الدوري إن شاء الله وعلى مباريات المنتخب المهمة في المرحلة اللي جاية بحالة إن شاء الله تكون إيجابية في اتجاه عودة الجمهير للمدرجات الأهلي يتقاهل إزاي الأهلي زي من المهندس عادلي قال لكم ملوش إلا المركز التالي هقول لك حاجة آه عادي نجيب بالآخر عشان ما نعقدش الحسابات على الناس آه الأهلي يكسب القطنية تقامل واحد صفر بس في حسابة غير كده لكن يصعد بعد مين مرتبطة بالمبرهة التالية هم حرين مع بعض آه مش فارقة معانا احنا كده كده هنقابل غالبا التراجي لو كسبنا القطن لو طلع التراجي أول غالبا حاجة تراجي عنده سان جورج لو كسبه حيبقى الأول إذن أنت مطلوب منك تكسب القطن آه بلهم ورق بتاعت آه اكسب القطن تطلع تاني طيب آه الناس انشغلت الفترة اللي فاتت هي ايه قواعد الترجيح لأنه الناس اعتقدت انه لما القطن يتهزي من كل الفرق يستبعد اتحاد الأفريقي اللي يحيطه انت بتستبعد الفريق الرابع في حال تسوي ثلاث فرق في عدد النقاط مش هيحصل انه الأهل والوداد وزاناكو هيتساقوا في رصيد واحد عملية تعرف لو استبعدوهم الهل يطلع أول ممكن يطلع هو القطن عموما خسر من الكل خسر من الكل وان شاء الله يخسر من الاهل يعني هيبقى خسر كل مبارياته وفبقى خصم سلبي في المجموعة الوضع الحالي زاناكو بيتصدر عنده 11 نقطة بيتساوي مع الأهل في المواجهات المباشرة بيقول لكم يعني المفرقة во Benglang في المواجهات المباشرة إذا تساوى الاهل مع الوداد في النقطة المواجهات المباشرة بينهم ومبعض المتسويين تبادل كل واحد فيهم الفوز ماذا فرق الاهداف هيبقى الصالح الوداد فرق الأهداف فيما يخص المواجهات المباشرة لمهم متسويين إذا تساوى حيروحوا الفرق الأهداف أهدي مرحلة الثانية القرعة آخر حاجة يعني أنت الأول مواجهات مباشرة بعد النقاط مواجهات مباشرة وبعد المواجهات المباشرة فرق الأهداف فرق الأهداف العامة الأهداف العامة وبعدين الأقوى هجومة إذا تساوي الأقوى هجومة إذا نكو عنده 11 نقطة لكن المواجهات المباشرة اللي هو مع الأهلي متساوي فيها له فرق أهداف زائد 2 الوداد في المركز الثاني عنده 9 نقاط متساوي مع الأهلي في المواجهات المباشرة وله فرق أهداف زائد 3 الآل في المركز الثالث عنده تمن نقاط متساوي مع الوداد والزناك في المواجهات المباشرة وله فارق أهداف زائد اتنين يعني بصوا يعني صدفة غريبة جدا أنه كل ده في الآخر حيؤدي إليه أستاذ برايم أنا مش عايز أروح في الجدول ده لأنه ده معقد وفارق اتنين وفارق ثلاثة يعني إحنا خلاص في الآخر تكسب القطن تبقى تاني مش هتحصل احتمالات أخرى ما تكسبش القطن انتبر تكسب القطن بأي نتيجة الاثنين التانين واحد حيخلص على التاني ما قولكش الاحتمالات هتمشي ازاي وليه خلينا في الكونكلوجين بدل ما نلقبط الناس ونقص اثنين وزق الثلاثة واربعة الاتحاد الأفريقي حط مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد منعا للتلاعب في يوم السبت الساعة تسعة مساء الأهلي والقطن في برج العرب فيه أستاذ محمد الخامس في الدر البيضة الوداد وزناكو أيضا تسعة مساء في نفس التوقيت الأهلي في البطولة لو هنفكر حضراتكم أعتقد نتائجه كلها عارفينها سواء بالتعادل مع زناكو صفر صفر ويرجع يتعادل معاه في الوزاكة أيضا صفر صفر ويكسب القطن الكاميرون 2 صفر ويكسب الوداد 2 صفر ويخسر من الوداد 2 صفر بقول لكم مفارقة عجيبة أن مشيت النتائج متساوية حتى في فرق الأهداف فبالتالي لما الأهلي يكسب واحد هيبقى زاد عدد الأهداف له الفريق الثاني هيبقى خسر على طول الأهلي يختار طريق التراجي دي المجموعة المواجهة للأهلي في دور التمانية طريق التراجي في دور التمانية لو التراجي كسب المباراة الأخيرة اللي هو في ملعبه مع سان جورج الأسيوبي ساعتها هيبقى أول المجموعة والأهلي هيطلع تاني المجموعة في كل الأحوال فحيكون المواجهة الآله والتراجي ده نهائي مبكر بس التراجي والنجم في البطولة في أفضل حالاتهم حالية يا سيد إبراهيم ده تقديم مجموعة التراجي كان ميه ميزة أنك تطلع الأول؟ سيبك أنك حتواجه مين؟ خلاص من النظور الجاي كل فرق قوية كانت كل المتشاة التانية هتوب على ملعبك لحد النهائي العودة فهي دي الميزة الكبرى التي فقدها بس أنا مش عايز أن احنا نتكلم بكأن الأهلي قد تأهل الأهلي لم يتأهل بعد الأهلي يحتاج الفوز على القطن وبعد كده نتكلم نتكلم بس خلاص المجموعة اللي هتواجه التراجي عنده سان جورج وفي نفس التوقيت هيلعب سانداونز الجنوب الأفريقي مع فيتا كلاب الكنغولي سانداونز حامل اللقب عنده 8 نقاط والتراجي عنده 9 سانداونز لو كسب في ملعبه هيبقى 11 والتراجي لو كسب في ملعبه هيبقى 12 والاثنين مؤهلين للمكسب يعني عمليا التراجي أول وصانداونز التاني النجم الساحلي في المجموعة السادة تأهل رسميا عن المجموعة الأولى الجولة السادة النجم الساحلي هيلعب مع المريخ ده يوم الجمعة المريخ السوداني والهلال السودان هيلعب في رفيارو أيضا يوم الجمعة والمباراتين في نفس التوقيت النجم الساحلي تأهل بتسع نقاط المريخ عنده سبعة وفي رفيارو عنده خمسة والهلال السوداني خسر من المريخ شقيقه وعنده أربع نقاط يتأهل في رفيارو في حالة فوزه على الهلال وخسارة المريخ أمام النجم البطولة دي ألبت بطولة دوري أبطال العرب الأفريقي يعني تقدروا تعتبروها كده ده مش دوري أبطال أفريقيا ده دوري أبطال عرب أفريقي لأن كل مجموعة تقريبا ما شاء الله سيطرة عربية شمال أفريقيا كمان آه ما هي يعني ما عندناش في أفريقيا إلا الشمال التحاد العاصمة الجزائري بيتصدر مجموعة اللي معاها الزمالك الزمالك صعبها على نفسه قوي التحاد العاصمة عنده ثمان نقاط أهل ترابلوس عنده ثمان نقاط كابس يونيتد اللي فاز على الزمالك ثلاثة واحد عنده ست نقاط والزمالك عنده خمس نقاط يقوم الحد الحسم في هذه المجموعة يعني الأهل هلعب السبت الزمالك هلعب الحد الزمالك هلعب أهل ترابلوس اللي بيأخده كابتن طرعة يوسف في برج العرب وفي نفس التوقيت التحاد العاصمة هيستضيف في الجزائر كابس يونيتد الزمبابوي إذا الزمالك كسب الأهل الليبي يبقى كابس يونيتد لازم بيخسر فرقة تكسب التاني لكن لو تعادلوا في منطال خطورة يبقى الزمالك بكل الأحوال هيوصل لتسعة نقاط الفرقتين الموجات المباشرة أعتقد مش هتخدم الزمالك التحاد الليبي أو الأهل الليبي لو تعادل صعد والزمالك خرج لو الزمالك كسب يصعد بشرط أنه كابس يونيتد يحقق الفوز على التحاد العاصمة طب لو تعادلوا هيبوا تسعة 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 التحاد العاصمة لو تعادل هيبقى تسعة طيب وأهل ترابلوس لو تعادل هيبقى تسعة يبقى لتنين هيصعدوا لا كابس يونيتد هيبقى ستة لو زمالك كسب أهل ترابلوس وكابس يونيتد واتحاد العاصمة تعادلوا هم اللي هيخشوا الاتنين طيب وأنا بقول لك الزمالك أقصى حاجة وصل لها كام تسعة تمانية 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 يبقى لازم فرقة من الاتنين دون تيخسر طب لو هو اصل تمانية واتحاد العاصمة كسب ويصعد على حساب المواجهة المباشرة مع أهل ترابلوس يا سيدي أهل ترابلوس كام دلوقت؟ منت منت انت هو هيعمل ايه مع الزمالك؟ الزمالك كسبه في ملعبه الزمالك كسب أهل ترابلوس في ملعبه دلوقت الزمالك هيلعب أهل ترابلوس كابسي نايتد كم بنت عنده ستة نقط كابسي ستة؟ آه آه لما ينفعوش غير المكسب المكسب آه يبقى لو زمالك كسب واتحاد العاصمة كسب يبقى زمالك يخش لبنيني سعاد آه أنا أقول لكو ده دوري أبطال عرب أفريقيا بهذا الشكل الوداد كمان برضو مش عايز يفرط في فرصته لأنه هيلعب زناكو وهيلعبه في الدرب البيضاء عاجب بالأول كمان أبرز مهاجم الوداد محمد أونجم قال أنه مش هنفرط في الفرصة ولابد أن نتآهل وفوزنا على زناكو هيحسم لنا كل هذه المؤمر لكن حارس مرمى الوداد زهير العروبي قال أنه المباراة صعبة جدا وزناكو فريق مش سهل ولابد أن زمالي ياخدوا حزارهم بالشكل الكافي كده تبقى خلصانة بالشياء كان شاء الله يا أهلي لكن المهم جدا أنك تاخد بالك أن الكرة غدارة الأهلي ما تآهلش القطن الكاميرون صحيح حصلت المجموعة خسر من كل الناس لكن في عرف كرة القدم هذا لا يعني أي شيء احترم الكرة تحترمك نطلع لفاصل وبعد منه نشوف الدوري يوم حصاده الدوري يوم حصاده الأهلي والحمد لله احتفظ باللقب حازل الدرع للمرة التسعة وتلاتين صممون له درع جديد الدرع القديم ملاقوش مكان يكتبوا فيه اسم الأهلي تاني زاد الأهلي في مرات التتويج عن ضعف إجمال الأندية مجتمعة جاب تسعة وتلاتين لقب رقم مزهل جدا في تاريخ الدوريات عموما وليل جدا عدد الدوريات في العالم اللي حتلاقوا نسبة حصول فريق عليها يزيد عن ضعف كل منافسيه مجتمعين مع بعض دي مسألة تدعو للفخر فعلا وزاه بفريق اعتاد على الفوز بالبطولة اعتقد الدورة بطولة مقاس الأهلي بمعنى انه بطولة النفس الطويل بطولة اختبار شخصية البطل بطولة اختبار سابات السيستم الإداري من كل النواحي خلتها بطولة مقاس الأهلي واحنا بنتكلم على نادي الدولة استعرضنا ان بطولة الدورة العام التي بدأت 48 من 48 ل60 لم يفز بها غير النادي الأهلي وقلنا انه وقتها محدش لمس الدرع غيره وقلنا انه وقتها كان عتاولة الزمالك المسؤولين عن الكورة من حضر باشا لمشير عامر عتاولة البلد مش الكورة بس وبعدين في الستينات اللي هما بيشاملوها التعصر الأهلي كسب اتنين دوري واتنين كاس واخد بالك لكن بالقياس الى الاحتكار كل عشر سنين ياخد سبعين في المية أو خمسة سبعين في المية يعني من الثمانينات للتسعينات هتجد النسبة كده من التسعينات للألفية التانية هتجد النسبة كده من بعد سنة ألفية لألفين وعشرة النسبة كده لكن طبعا لو خدت بقى من ألفين وخمسة لألفين وخمستاشر هو ده الإبداع يعني هو عوش شاك هو ده الإبداع فطبعا نادي الآن السنالي بقى بمعايير الوراء تعالى نتكال الأهلي عنده ثمانين نقطة اتعادل ثلاثة عشر مباراة منهم مباراتين بعد الحاسب أو ثلاث مباراة اتعادل اتعادل ثمان مبارات اتعامل ثمان مبارات منهم مباراتين بعد حاسم البطولة حيلاقي المصري هو أقوى دفاع داخل فيه تلاتاشر جن ثاني أقوى هجوم جايب تسعة وخمسين المقصة جايب تلاتة وستين بس المقصة جايب تلاتة وستين وداخل فيه تلاتة وثلاثين يعني فارق الأهداف تلاتين الأهلي فارق الأهداف ستة واربعين يعني الأهلي الفارق الأعلى كل حاجة معاجة أنه أكتر هجوم والفريق الوحيد الذي يهزم حتى الآن ويمكن دي اللي كانت مخليها كابتن حسام عايز يأجل مصري كان نفسه يكملها كده لكن أنا بقولك بإذن الله المجموعة اللي اختارها واللي حتقرها لنا دلوقتي قادرة على أن تفوز بالمبارات بإذن الله المجموعة اللي كابتن حسام سافر بيها عشان معسكر هذه المبارات اللعبة دي جات من يعني جوم الصبح ناموا شوية وراحوا اتمرانوا وطلوا على المعسكر عشان يلعبوا بكر مسألة غير قدمية لكن موافقين عليها وزي ما المهندس محمود طهر قال من شوية وفقنا مضطرين علشان نحاول نخلص الموسم علشان نقدر يفتح سيستم القيد الجديد بما يمكنك ويديك الفرصة أنك تسجل للعيبة الجديدة في القايمة الأفريقية قبل انتهاء الموعد الأفريقي فالمضطر يركب الصعب منذ قليل انتهت مباراة طلاع الجيش وسموحة طلاع الجيش كسب سموحة 2-1 فسموحة خرج برى المربع الزهبي مؤكدا بشكل مؤكد لأنه رصيده توقف عند 54 نقطة كان بيحتل المركز الخامس كان عنده فرصة يتقدم يدخل الرابع لكنه فوق منه المصري عنده 58 نقطة سموحة 54 وبقيله موتش واحد فأعلى رصيدها يوصل له 57 المصر الرابع دلوقتي عنده 58 لكن طلاع الجيش استفاد من هذا المكسب وقفز للمركز السابع كان في المركز العاشر بقى عنده 45 نقطة وطلع للمركز السابع بيزيد عن الاتحاد السكندري اللي عنده 44 نقطة ده الوضع في جدول الترتيب كابتن حسام البدري زي ما قلنا لكم في البداية اختار قيمة أراح منها عدد من اللعيبة الأساسيين المجهدين اللي حنقول لكم دلوقتي أبطال الدوري دول لعبوا كان مباراة سنة دي عملوا إيه بالضبط عشان يوصلوا لمخطة التتويل لكن حسام البدري اختار قيمة حرص فيها على دعم القيمة بعدد من اللعيبة الصعادين بيدخل أحمد ياسر ريان بيدخل فوز الحناوي بيدخل أحمد رمضان بيكهم وبيدخل أحمد حمدي لعب الوسط الموهوب الحياة مطلوب للمعايشة مع أودنيز الإيطالي وحد مبشر جدا إن شاء الله مع هؤلاء الصعادين ضمت القائمة المختارة لمباراة الغد أحمد عادل ومحمد الشناوي ومسعد عوض حراس المرمى صبر رحيل وحسين السيد وباسم علي ومحمد هاني وحسام غالي وأكرم توفي وصالح جمعة وكريم ندفد وميدو جابر وعمر بركات وأماد متعب وعمر جمال ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد ياسر ريان وفوز الحناوي وبكهم وأحمد حمدي عندك انتباعات على القائمة طبعا المطر اللغز وسبب إرباك المصابقة وأكبر أزمة عرض الله الدوري ومطش الزمالك والمقاصة في الدور الثاني والذي يعني أعلن انسحاب الزمالك وفازه المقاصة بالثلاث نقاط ليصبح رصيده 71 وزمالك متوقف عند النقطة 60 ولكن الزمالك لعب 32 مباراة والمقاصة لعب مباراة زيادة إذا الزمالك كسب في المباراة 33 هيبقى عنده 63 نقطة خلاص طيب إحنا الدوري كله كم أسبوع 34 34 34 34 34 لو ما تشي المقاصة في الإسبوع الأخير ما تعدلوش أو كسبو الزمالك عنده فرصة يخش تاني لو حكم بإعادة المباراة اللي بقى عنده فرصة في ست نقاط كاملة ها حينقص المقاصة الزمالك عنده فرصة إنه يخدوا عنده فرصة هيبقى إذن هيبقى المقاصة اللي كان 71 هيبقى 68 قبل هذه المباراة الأخيرة والزمالك هيبقى قبل المباراة الأخيرة ممكن يوصل 33 63 لا برضو ما يحصلش لا يحصل لأنه هيبقى كل واحد يستطيعوا مباراة كل واحد يبقى لو يصلوا مباراة أستاذ إبراهيم الفرح هيبقى خمس نقاط وفيه ست نقاط في الملعب ده على أساس المطش هتعادي يعني لو المطش أعيد طب لو المطش ما أعيدش خلاص لو المطش أعيد يبقى ما فيش كرة في مصر لا إحنا ما نجدو أنا بتكلمك عن الاحتمالات أنا بتكلم المطش ومتكمان التعليقات اللي بتطلع تعليقات تخليك تقول هو فيه إيه مش كده أه طبعاً ولو إن حصل تعديل في التصريحات من لجلة التظلمات أه قالك لأ إحنا أنا مقصودش نسب للمستشار أه عدل الشرباجي كلامه ما كانش يقصده كده خالص أه 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 هو الراجل قال اللجنة لو ثبت التزوير بتاع الإختار بس يبقى هنتكلم طب يثبت التزوير منين أنا لما باكتب لحضرتك شيك وأنت بتطعن بالتزوير أو واحد يطعن بالتزوير فأروح أنا قدام الشباك والبنك قلوهم ده توقيعي خلاص أي يبقى مفيش تزوير أنا صاحب التوقيع أنا اللطعا وأنا عايز أقول لك على حاجة هو اتحاد الكورة بيستند إلى إيه أنا بلغت طرفي المباراة والأطراف المهمة المعنية زي الحكام وزي الأمن بالفاكس بالفاكس بس استنى الجوة اللي تبعت مفوش توقيع في خط في خط ليه كان صار واتسوئلم بره بيعمل عمرة فقالوا له انت حطت الختمة بتاع فين قالوا انفو الدور قالوا احنا هنختم باسمك فختموا باسمك كل ده كلام مش اللي يطعن بالتزوير مين صار واتسوئلم يبقى حتى لو كده هو انت مالك ومال ان الجواب اللي جالك ختم مين أنا بلغتك كاتحاد لا أنا بلغتك كاتحاد من الفاكس الرسمي المعتمد بتاعي كاتحاد بس الجواب كده الفاكس الرسمي ما هو ده أنا مش بقولك ان الهداة حيبقى تزوير اه انا بقولك دي يعني هذا هوت دافع بالتزوير لكن طبعا ده الفاكس بتاع الاتحاد المعتمد والختم الى الفاكس بتاع والختم بتاع سار واتسوئلم وسار واتسوئلم حيطلب شهدتا حيقوله هو قالوا لكن احنا هنبعى تجاوب ونختم لو قال لأ ممكن يبقى فيه كلام لو قال يبقى خمسة اه فأنا مش أنا بدي لك كل السيناريوهات مش بصدر حكم أنا بدي لك كل السيناريوهات على اي حال اه هو النسبة دي واحد في هو تسعة تصعيم في المية هو ترتيب كده اهلي مقادسة زمالك مصري اهلي اهلي المربع يعني خاصة ان المصر لسه حيلعب الاهلي والزمالك لسه حيلعب الاهلي طيب مباراة الاهلي بقى اللي لغاية دلوقتي اتنين وثلاثين مباراة انت عارف ان المصر ممكن يطلع اه تالت اه ده عنده ثمانية خمسين لقاء عنده فرصة وزمالك عنده ستين اه عنده فرصة ابطال الدوري دول عملوا ايه ولعبوا كام ومسارتهم في البطولة ايه لغاية 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 لما وصلوا الى محطة الاحتفاظ باللق والتتويج هنقول لكم قيمة ابطال الدوري كل واحد لعب مش كام مباراة كام دقيقة شريف اكرامي الاكثر مشارك على مصرح الدوري كان الاكثر ظهورا شريف اكرامي هو وسعد السمير الاثنين كل واحد فيهم لعب حتى الان تسعة وعشرين مباراة بالزبط الفين ستمية وعشر دقايق والاثنين متساويين فيها يعني شريف قدام منه ساعة الفين ستمية وعشرة دقيقة في البطولة احمد فتحي جاي بعديهم عبدالله السعيد جاي بعديهم بسبعة وعشرين مباراة بس ساعة الدقاء اقل من شريف على اساس بيستبدل واحمد فتحي عنده ستة وعشرين مباراة وليد سليمان عنده تسعة وعشرين مباراة المفاجأ ان علي معلول اتنين وعشرين مباراة اه هنكونت متصار اقل من كده وحسام عشور عنده اتنين وعشرين مباراة هو راخل حسام كان في سنين قبل كده اتوقف اربع مدشاط خليبان لو الاهل لعب تلاتين مباراة بيبقى حسام لعب واحد وثلاثين اتوقف اربع مدشاط اه طيب اتوقف وتعور محمد نجيب عنده تسعتاشر مباراة مؤمن زكريا من المشاركات الكبيرة عنده تمانية وعشرين مباراة جونيور اجاية عنده واحد وعشرين مباراة هو عمر السلية زي بعض وكويس ان عمر السلية خد هذا العدد من المباريات الحقيقة لانه بدأ يثبت اركانه وحاسقة الكابتن حسام البدري كابتن حسام غالي الكابتانه عنده تلاتة وعشرين مباراة بألف تلتمية واربع دقائق وده برضو نسبة كويسة لحسام غالي في السن ده اه عندنا كريم ندفد عنده تمنتاشر مباراة انا شاف انه كان ممكن يكون اكتر من كده حجازي عنده احداشر مباراة الاصابات ابعدته فترات طويلة محمد هاني عنده ستاشر مباراة كريم ندفد قلنا لكم تمنتاشر مباراة كلبالي لغاية لما دماغه لسعت ومشي كان لعب تسع مباراة في سبعمية وخمستاشر دقيقة فبالتالي بقول لكم عدد مشاركاته الفترة اللي كان موجود فيها خد فيها عدد مطشاط عمر جمال عنده اربعتاشر مباراة صبر رحيل سبع مباراة رمي ربيعة تسع مباراة مروان محسن ربنا يشفيه ويرجعه باذن الله عنده تسع مباراة صالح جمع عنده اتناشر مباراة كنت اتمنى تبديل الارقام يعني اتمنى انه كان يبقى واحد وعشرين مباراة ويستحق اكتر من كده الحقيقة حمودي عنده خمس مباراة مع سوء الحظ حتى لما خاد المباراة الافريقية الاخيرة واثبت انه فعلا مفيد للفريل لكنه اشتكى بسرعة من العضلة الضمة وربنا يشفيه حسين السيد عنده تلات مباراة كان ممكن يكون اكتر لكن علي معلول في الناحية الشمال الحاجز مكان كبير الكابتن عماد متعب عنده خمس مباراة بعدد تلاتة وستين دقيقة فقط كان ممكن يكون اكتر اكرم توفيق اربع مباريات فيهم ثمانية وثلاثين دقيقة ديفندر المستقبل محتاج ياخد فرص كتيرة في الفترات على الاقل الماتشات الحالية اللي الاهل حسم فيها بطولة الدوري اتنين انا على المستوى الشخصي اتمنى انه ينالوا الفرصة باشواندس اكرم توفيق عمر بركات يعني عمر بركات عنده مباراة واحدة فيها خمستاشر دقيقة واحمد عادل اللي غاية دلوقتي ما شاركش في الدوري جون انطوي لغاية اعارته كان لعب في الراوند الاولاني اربع مباريات وشناوي لعب تلات مباريات وباسم علي لعب مبارتين وعنده سوء بخت في الاصابة عندك تعليق على نسب المشاركات اه يعني طبعا ده بيدل ان كان في مجموعة شاي لعب الدوري ايوا او كان في محاولة لتثبيت التشكيل ايوا اه واضح ان هم اللاعبين الدوليين على الاقل يعني ايوا يضاف اليوم حسام عشور ايوا ملاحظة اللي تخرج بها من الدوري هذا الموسم هذا التقلق اللافت للنظر لسعد سامير والتطور الكبير جدا في مستوى اللي حصل في اداؤه وانه هو لعب تسعة عشر مباراة ليه لانه كان في الجيش في تلات اربع مباريات اه لو كان موجود كان هو بقى صاحب الرقم الاكبر بين كل لعب النادي اللاه لانه هو لم يكن مصابا وكان في عز توهجه اه فكان حيوصل اه الى هذا انه هو بقى صاحب المشاركات الاكبر اه على اي حال اه جون انطوي لعب اربع مباريات واعير واعير عشان يجيب حداشر هدف مع المقاص مع المقاص جايب كم جون مع النادي الاهلي اه جايب جون اه ملاحقش يعني اه 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 هو جاب عشرة مع المقاص واجون مع الاهلي يبقى جايب في الدوري حداشر هدف اه حداشر هدف اه 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 انه قد نرى اكرم توفيق وعمر بركات والمفروض صالح جمعة في مباراة المصري بإذن الله المصري لغاية التتويج الاهلي لم يانل اي خسارة الحمد لله هل نقدر نعتبر انه دور الاهلي انتهى مع التتويج يعني ما تيجي تقول الاهلي لم يهزم في اي مباراة يعني حتى المباراة اللي زمالك كسبها للاهلي في وسط العشر سنين اللي فاتوا دول ايام جوسي كانت مباراة وديها في الدوري تقريبا يعني وديها في الدوري يعني ما لوجسي كان سافر اه بتلعب يعني خلاص مباراة مش مطلوب منها شي اه فالقول بان اه اه الاهلي حصل على الدوري بدون هزيمة ده صحيح ده خلاص اه الباقي ده زي ما قالك المهدس محمود طار بيقولك ايه لن يحاسب الجهاز الفاني على المباراة القادمة ايوا عشان يطمنوه طبعا خلاص انتو عملتوا اللي عليكم وهي دي الاحترافية عشان تركيزوا في الاهم بالضبط دي الاحترافية عشان تركيزوا في الاهم ده انت يحسبلك ان انت في عدد مباراة اقل من كل منافسيك حققت الهدف المطلوب لما اخد الدوري في تلاتين مباراة واستغنى عن اربع مباراة ده يحسبلي يعني انت من 2004 بدون هزيمة 2004 2006 2016 2017 وحتى الان الاهل عملها سبع مرات خدوا بالكو في الدوري الاهل بينافس نفسه اي رقم الاهل بيحققه بيحاول يكسر به رقمه هو محدش بيجرؤ يقرب من الارقام دي خالص يعني الاهل لما ياخد الدوري سبع سنين متتالية بيبقى هدفه يكسر رقم الاهل بتاع تسع مرات متتالية الاهل لما يحقق عدد الفوز في مباريات معينة بيبقى هدفه كسر رقم هو اللي يملكه فبينافس نفسه الاهل فاز بالدوري بدون هزيمة سبع مرات قبل كده يعني دي مش جديدة على الاهل موسم 75-76 موسم 78-79 موسم 85-86 و 98-99 و 2004-2005 و 2006-2007 وموسم 16-17 الحالي حتى الان دول سبع مرات الاهل لحقق فيهم بطولة الدوري من غير ويا رب يعفينا بعض من التبريرات والتحليلات انه ينهيها كده طيب هذه البطولة المفضلة للنادي الاهلي البطولة اللي هي مقاسي الاهلي اتعاملت علشان يكون هذا الفريق البطل في شخصيته بنفسه الطويل بسيستمه الادارة المستقر بوضعيته السابتة جدا اللي ما بيغيرش يمدرب كل مباراة اللي ما بيتهزش لمجرد هزيمة اللي ما بيتأثرش بدغوط اعلامية ولا برغبات جماهيرية اللي عارف سكته كويس هي دي مقاومات او الخلطة السحرية اللي الاهلي في النهاية بياخد بها بطولة الدوري في سنين كتيرة على فكرة الاهلي يخسر من فرق المؤخرة يخسر من الرجاء ويخسر تعادل مع الاسيوت ويخسر معرفش من مين وقبل كده من اسوان لكنه ما بيتعسرش بيكمل وبياخد الدوري فهي دي شخصية البطل وهو ده نفس الاهل الطويل في التعامل مع الدوري انت سألتين عن محارزاتي عالدوري الدور الاول من بعد اربع مباريات تقلق رائع لحد منتصف الدور التاني لحد ما رحنا الامم الافريقية وتم استنزاف طاقة لعيب الاهلي خصوصا الدوليين عاد النادي الاهلي علشان يكسب بس مش بالرونق بتاع فطرة ما بين الدور الاول ومنتصف الدور التاني والمصر محمود طار لما بنكلمه قال لك الارهاق ستدفع الكرة المصرية تمت وانا بقول له اه انا اخشى على مشوار مصر في تصفيات الكأس العرم مباراة اغاندا بالذات مباراة اغاندا بالذات 30 اغسطس في كمبالا يعني شفنا مباراة تونس عاملة ازاي يعني برضو فيه اجهاد لا فيه فارجو ان احنا نتعاون مع اتحاد الكرة جميعا في ان يعني نشوف ازاي ندي راحة لل للدوليين اه لازم 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 لغاية دلوقتي هذه البطولة المفضلة للاهلي الاهلي لعب فيها 1445 مباراة 1445 مباراة للاهلي في الدوري فاس في 963 منهم فاس في 963 مباراة وتعادل في 329 وتهزم في 153 مباراة فقط في تاريخ الاهلي في الدوري من يوم ما قالوا يا دوري سنة 48 لغاية النهاردة الاهلي مخسرش الا 153 مباراة سجل من كم مباراة من 1445 يعني اهلي من 10% اه سجل 2549 هدف 2549 واهتزت شباك الاهلي ب 895 هدف يعني رقم كبير جدا السنة الاهلي جاب اللقب 39 باهداف مين كان سأل المهندسة عادلة من شوية اللعبة دي ده لعب 29 وده لعب 28 طيب اللي جوان دي كلها مين اللي جابها عبدالله السعيد وهنا هتبرز حاجة هسأل فيها المهندسة عادلة عبدالله السعيد عنده 10 اهداف وليد سلمان عنده 8 ومؤمن زكريا 8 وجونير اجاية عنده 7 والكلبالي الله يسامحه عنده 6 وسعد سميرة عنده 4 وصالح جمعة عنده 3 وميده جابر عنده هدفين وهدف واحد سجله احمد فاتحي وعلي معلول وعمر السلية ومحمد نجيب وكريم ندفد ورامي ربيع ومروان محسن وعمر جمال واحمد حمودي وجون انطوي واعماد متعب دول كل دول سجل كل واحد فيهم هدف واحد انا لما يبقى عندي اللعيبة بتاعة الوسط المهاجم هم الهدفين يعني صنع اللعب عبدالله السعيد عبدالله السعيد يا جبعة في رأيي الشخصي السنة دي والسنة اللي فاتت احسن لعب في الدور في تأثيره هو خد كده اه في تأثيره كمان لانه لما يكون هو الهدف وهو صنع اللعب لا دي حاجة كويسة وحاجة ميزة كبيرة اللعب بحاجة مع عبدالله السعيد لكنه منهك ومجهد جدا واخد فعلا عدد مباريات كتيرة والمنتخب برضه هو الاخر بيتسند عليه فعنده عشر اهداف ووليدة عنده تمانية ومؤمن عنده تمانية دي استراتيجية لعبة باشواندس تعتمد على اللعيبة الشادو سترايكر ولا اللي تنجع الرأس الحربة يعني ما عندكش الرأس الحربة القوي اللي يقدر يكون هو الهداف لا طبعا لاتنين لاتنين ليه انت في الدور الاولاني كان بتلعب ب مروان محسن مروان محسن هو لعب محطة يعني حتى مع المنتخب هو لعب محطة وطريقة لعب الاهلي والمنتخب القادمون من خلف هما اللي بيسجلوا مم لما جالك كل بالي كرأس حربة ظهر ازاي انت تخدم على رأس حربة لان اه بقى اللعب المحطة زي اجاييب يساعد مم وصانع علعاب في نفس الوقت لو موجود اجاييه ومروان محسن الوضع يختلف مم الوضع يختلف القوة الهجومية بتاعتك اه مش اجاييه اه اجاييه ومروان او كلبالي ومروان مم لان مروان كان بيريح جدا جدا القادمون من الخلف طبعا لان هما سجلوا لكن لما تلاقي مؤمن زكريا وهو لعب اه للأسف الشديد ما عندوش الشعبية والاا يعني الكاريز ما عند الجماهير واحد من اهم هدافي في النادي الاهلي واخد بالك ما عندوش هو اه اهداف من ضربات جزاء بالعكس ضربة جزاء اللي جاته واضحها فماتش الاتحاد فانت اه يعني امام ان اجاييه جاب سبع تجوان مؤمن جايب تمن تجوان وليد سليمان جايب تمن تجوان عبدالله سعيد جامل اه عشر اهداف ده معناه ايه ان مالكش هداف بترتكز اليه بالعكس هتلاقي الهدافين بتوع الدوري في المقاصة ده الشاز الوحيد اللي في الفرع المقدمة اللي هو موجود كلبالي وشيخ خلاص لان المقاصة طريقة لعبه اه كسافة هجومية ويتعرض بسببها جون انطوي تقصد والشيخ انا قلت ايه كلبالي لا جون انطوي اه كلبالي مضيقني اه فمستحود على المال اه ف ف جون انطوي والشيخ اه اه لان طريقة اللعب كده هو هجومية على حساب اه التنظيم الدفاعي انت متوازن اه ف ف تبص تلاقي ان ما عندكش لعيب بعينه هو الهداف كل الفرقة بتهدف نتيجة اه تاكتك فيه التزام تاكتكي يبقى انت من خلال اللعب المنظم بتاع النادي القلي تستطيع ان تصل الى المرمى والجميع عنده فرص التهديد بما فيهم خط الدفاع لما تلاقي ان سعد سمير جايب اربعة واحجازي مش عارف جايب تلاتة ولا كام صحيح فده دليل ايه واحمد فاتحي مهدف يعني معاونة هجومية من المنظمين اه فانت ده معناه انك البطل البطل التنظيم التكتيكي واللعب الجماعة ده الملاحظة لما بيتقال التحكيم ممكن يجامل فريق اهم نقطة التحكيم ممكن يجامل بها فرقا انه يحسب له ضربة جزاء فجأة تخلص المباراة طب ضربات الجزاء السنة دي كان نظام ها ايه هل الاهل لما اخد الدوري تحسب له ضربات جزاء اكتر من غيره على فكرة زاكرة السمكة هم بيرهنوا عليها انك هتلاقي بعد كده ايه سيد سيبت بالحكام ويسيب لك الموسم كله يمسيك لك في حت قد كده ويسيب الارقام الاساسية عاملة ازاي على فكرة بالارقام بين فرق المقدمة الاهل الاقل لحصولا على ضربات الجزاء الاهل السناد تحسب له حتى الان سبع ضربات جزاء سبع ضربات شوية احنا اضعنا ضربتين جزاء امام لتحاس سكنداري مش واحد هو الاهل تحسب له سبع ضربات جزاء سجل ستة واضع عبدالله السعيم امام الاتحاد الارقام دي مش هتوب صح احنا اضعنا ضربتين جزاء امام لتحاس سكنداري ما سجلناش ستة ماشي لكن اللي تحسب لك كله سبعة سبعة جزاء الضعف وزيادة الاهل تحسب له سبعة المقصة تحسب له خمستاشر والزمالك تحسب له حداشر ضربة جزاء شوفوا الفروقات علشان ما يختزلكش الموسم في واحد حك واحد في ضربة جزاء وحسب له بنالته ما كانش صح وتبل العملية كلها مختزلة في وقع واحدة سبعة ضربات جزاء للاهلي مقابل خمستاشر ضربة جزاء للمقصة والزمالك التالت لغاية دلوقتي اتحسب له حداشر ضربة جزاء واعتقد المصر اتحسب له برضو اكتر من الاهلي اعتقد يعني وبعدين كنت اتمنى برضو تكمل لنا باتحسب علينا احنا وعلى الفرق المنافسة كم ضرب جزاء هتجد الاهلي برضو اتحسب علينا عدد سنشحات المعلم في قناة DMC الايه على فوز الاهلي بالدول بنبارك النادي الاهلي وكمان ليلة عيد يعني فهي ليلة عيد للجميع فبنبارك النادي الاهلي والنادي الاهلي انا بعتبر السنادي او الموسم ده يستحق الدرع وطبعا احنا ان هو يوصل لتمانين نقطة بجانب ان هو تسعة وخمسين هدف ودخل فيه 13 هدف يعني يعتبر من اقوى الاقوى هجوم واقوى دفاع فاحنا بنبارك النادي الاهلي في ليلة جميلة وليلة كريمة وهو يستحق فعلا بلاعبته اللي لعبه النهاردة بنجوم اللي هم بريحنا يستحق تماما الدرع ومن اللي هم مبروح الحياة كلام محترم من مدرب محترم ونجم كبير محترم حسن شحاتة ما يقدرش انت غير اللي الناس شايفة راجل محترم عارف ان كل كلمة بيقولها الناس بتقدرها بتشوفها وبتقيمها وليها وزناها ما فيه ناس تتكلم اللي هي عايزها عشان عارفين ان كلامه ما بيتوزنش غير عند مجموعة معينة هو بيخطيبها لكن لما كابتن حسن شحاتة بيتكلم الحقيقة تسمع منه كلام يعام حسن عن الواقع وعن الاتزان وعن الكلام حسن اه والله تسمع منه كلام محترم وحسن جدا ومدام حسن جدا نشوف حسن تاني بس المرة ده حسن نستكاون شوف يعني النغمة الحظ ما تتقلش على 32 اسبوع ده صعب جدا الأهلي أحسن فريق بمعايير كثيرة جدا بمعايير الأداء الجماعي بمعايير النقط بمعايير الأهداف اللي سجلها وبرضو الأهداف اللي دخلت مرمى وأنا ما بقولش إن الأهلي أقوى هجوم وأقوى تفاع ده برضو مش دقيق أوي لأن الأقوى هجوم وأقوى تفاع ده الفريق كله ببقى تكرة تغيرت خالص ففرقة كلها بتدافع والفرقة كلها بتهاجم والخطوط كلها لازم تقوى مطالبته وهو ده اللي بيعمل الفريق القوي وعلى فكرة يعني من المقولات المهمة جدا في الكورة أنت عشان تعرف فريق قوي ولا مش قوي هو لما يبقى في ملعب المنافس بيفقد الكورة بسرعة ولا بيحتفظ بيها يعني هو بيهاجف في حالة الهجوم بيمرر 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 ويفضل محتفظ بالكورة ولا لا بيقدر يعمل الجمل بالتمرير ده ولا لا يعني الأستاذ حسن السكاوي رأيي يا بشمهندس أنه مفيش حاجة اسمها فريق لوحده دفاع وأحسن دفاع هو عايز يتكلم على أنه الكورة الشاملة هو عايز حالة دفاعية على شكل الجماعي كامل وهو ده نموزك بتاع الأهلي عشان كده أنا بيقولك الدفاع له هجوم متوازنين وأنه هدفه القادمون من الخلف نتيجة خلق فرص أول خط دفاع من رأس الحرب بتاعك وهو اللي بيضغط على المدافع ما يتأذيش عليه وتم التركيز عليها قوي مع ماله الجسيه أنه تبقى في شخصية الأهلي اللي يفقد الكورة هو اللي جيبها ما تلعب ليش وانت ليك سكرتير ورد أنه تفقد الكورة وتبص كده عشان واحد يجري ويويري هلو ما تلعبش وانت سكرتير ورد لا تجري تجري وتضغط وتعمل لحد الكورة ما تقطع عندها تقطعها حد تاني بس نتيجة ضغط ولذلك حتى المنافسين بتوعك ما يجوا حللوا وقالها شوف الأهلي بيضغط بمسلسات بما جميع الضغط بما جميع فتبص تلاقي الملعب مخلوق قدامك وهو ده اللي بيقلل من فرص أنه يصاب مرمار وطوره في الخصم عليه طيب كده أعتقد الدوري وحصاده واضح بأرقامه عايز أقول لكم على حاجة واحدة بس فيها الأهلي خلص الدور بيلعب المصري وعنده مباراة أخيرة مع الزمالك تمنى أن الجهاز الفني يلاقي المناخ المناسب أنه يدي فرص لعدد من اللعيبة محتاجينها لأنه الفريق محتاج طب أقول لك بقى عشان الجهاز الفني يجد هذا المناخ المناسب يجب على الجمهور أنه يهي النقد 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 بعدين لازم تعرف أنه هناك أولويات وأهداف المسألة ليس مسألة أنه نضع ضغط كل مباراة الضغط النفسي يرهق البدن أو تفتكر أن الإصابات العضلية نتيجة سوق تدريب بس لا يتيجي من الضغط النفسي أنت بتلعبني مشدود على وطر على طول نايم الآن صحي الآن خارج من الماتشين مش سعيد وأنا كسبان مش سعيد أقرأ فيسبوك أتنكد أكتر فلابد أن يهيئ الجمهور المناخ للاتجاه لأفريقي مهما حصل في الماتشين الجاين دول يا جماعة لدي فهموا الظروف اللي احنا بنلعب فيها استمر يا صالح وارجع يا رامي الحكاية تعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد استمر يا صالح وارجع يا رامي صالح جمعة صالح جمعة واحد من اللاعبين الموهبين والموهبة دي لما ربنا بيودعها في حد لازم أن الناس تساعدوا إزاي يقدر يستثمرها وإزاي يقدر ينميها وإزاي يقدر يحافظ عليها هو الرجل زي ما قال زميلنا الأستاذ عبد المنعم القسطة في الإعداد إن سعيد بمسندة ملك وكتابة له إحنا لما بنسنده ولما بنقف معاه بنقف معاه وإحنا مدركين قيمة موهبته باش مونس وحكته للنصيحة لا يوجد أحد مصيره في إيده بقدر صالح جمعة الموهوب مش عايز مسندة حد هو بيفرض نفسه بيفرض نفسه بإيه كلمة بسيطة جدا الانضباط والالتزان بس مش مقلوب إنه أكتر من كده حياتك حط الكرة نمر واحد فيها لمدة موسم كل مستقبلك حيتغير أيوة حتوب العيب مهم جدا في النديل الأهلي حتوب العيب مهم جدا في المنتخب مصر حتبتدي تدي لك فرص حقيقية للاحتراف الخارجي أنا سمعت كلام مستر مانو جيسي مع إسلام الشاطر عنه قال له هو في البرتغال كان كويس وكان بيلعب أنا استغربت لما رجع واخد بالك فهو صالح ينقصه مش الطموح هو هو اللعيب يفتكر إنه طموحه إنه ما يروح نادي ده حق طموح طموحك إنه تبقى تلعب وتشبت وجوهك وتعمل بصمة تخليك تتنقل لمكان أفضل ولذلك أنا مش ضد الخطوة الاحترافية أنا ضد الخطوة الاحترافية اللي عملها تريزي جي عمل يعارل أندية أقل من من النادي اللي كان متعاقد معاه وفي دوريات أقل يعني أما رغم أنه يعني ماشو كويس قسم باشا ده قعد أندية الوسط النادي التاسع السابع الثامن العاشر مش ده اللي حينقلك احترافية مذكران البلجيكي كان يعني أنت يعني أنت راي عشان تعمل إيه عشان تروح ثين يعني أنا يعني أما أكون أنا زي النيني بروح سويسرا عشان أتقلق واتنقل للأرسنال أه لما أكون زي صلاح أروح شلسي أروح روما أرجع ليفربول أه لكن مسكرون وبعدين مش مسكرون اسمه بعد كده أه وبعدين أسنبور أسنبور بعدين بعد دي إيه الخطوة الجاية متصرق هتروح مش كتاش يعني هتروح فين يعني إلا أنا كنت تفاهم إنه موهبة ما شاء الله يعني مبازل موجود موهبة ما شاء الله يعتبر يعتبر في المجموعة أخط الوسط والهجومية تاني أهم لعب بعد محمد صلاح بالنسبة لمستر كوبر طيب ما نشوف منشوف صلاح جمعة بقى في قناة دي أم سي ألي بالزبط موهبة بالنسبة لنا بس لأن لأن بطولة واحدة في الموسم بالنسبة لما دي الأهلي وجمهيرو تبقى خسارة مش مكسبة كيد انت حتى النهاردة أسست للهدف الأول مع أحمد حمودي بيبدك الأسست في الهدف التاني النهاردة فعايز أقول تقلق النهاردة وبترضي طموح جاميري نادي اللي بتنتظر منك الكتير النهاردة الحمد لله يمكن الفترة في الوقت ما كانش موجود في شكل أساسي لكن أنا عايز أقول أن طول وقت لما بتجي لك فرصة وتلعب وتقدي بشكل كويس كل ده مش من فراغ يعني أنا كنت برأ أي نعم مش موجود في التشكيل الأساسي لكن كنت بقى تعب وتمرأ واكتهد لو في وقت عندي أجازة بروح أتمرأ لوحدي بروح أتجيم طول الوقت فيمكن ربنا كبير وربنا كريم إنه النهاردة لما أخذ فرصة والتانية أبقى شكل كويس أقدي أساعد الفريق فالحمد لله كل ده فضل من ربنا صالح انت لعيب دولي العيب سبق لك الاحتراف في أوروبا فأكيد عارف عن يلتزام يعني احتراف فأكيد عايز أخذك نقطة جمهور الأهل من خلال الشاشت الاستوديو وتحليل استوديو مصورة عايز تطمن على العلاقة لما بينك وبين الكابتن حسام البادري وعن ضمان بقاء في النادي الآلي كل دي أمور عايزين تطمن من خلالك أنا زم أنت بتقول لأن علاقتي بالكابتن حسام البادري مش شرط عشان أنه ما بلعبش مع علاقتي بيوحش لا بالعكس يعني كابتن حسام كان موجود معي في أمبي كان موجود معي في المتخب الأولمبي وأن لما بقيس علاقتي بشخص طول وقت بقيسها على مدار الفطر الفطر التي تعرفنا فيه على بعض كلها فكابتن حسام شخص محترم جدا بتكلم بمتال أمانة كنت محقا مأثر حق نفسي ممكن لكن هو دائما بيساعدني دائما بتكلم معي علاقتي بيوحش جدا تاني حاجة عن أن أنا بقى موجود في نادي الأهلي السنة الجاية أو مش موجود دي حاجة ترجع لمجلس الدارة أنا راجل مرتبط بعد مع النادي تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت حابب أن أنا بقى موجود ده شرف لي مش حابب برضو ده شرف لي وأن أنا ممكن أبقى في مكان تاني لكن أنا حابب أن أنا بقى موجود في النادي الأهلي وحابب أن أنا أكمل وشايف ان انا يعني ممكن اوضفها قوصة جدا لنادي الاهلي وشايف ان انا ممكن لا في تخير الفترة اللي جاية شايف ان الفرصة بالنسبة لي هتبقى احسن ان شاء الله هو ده انا من اول السنة وانا بوجه له رسائل هو ده صالح هو ده انت اتعامل مع نفسك بص في المراية وتكلم ويلزم نفسك انت هتبقى لو سمعت نفسك وسمعت طموحك وسمعت ثقة الناس فيك واملهم فيك تقدر تكون حاجة ممتعة للكرة المصرية اه التاني رامي ربيعة رامي رجع ولم يرجع بعد رجع من الاصابة لكن مستواه لسه رامي ربيعة لعب وهو عنده 17 سنة مع مين مانو جي سي صحيح ومانو جي سي علق عليه تعليق مهم جدا 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 قال لك لا صغير السن عنده شخصية هيلة يعني ما طلع في الفيرس تيم ما خدش لحظات عشان يبين شخصيته خيوة اه الشخصية دي احيانا تبقى هيلة انها تساعدك واحيانا ما ممكن تعطلك امتى تساعدك وامتى تعطلك تساعدك لو انت بتساعدك في طموحك وانك تتفوق على نفسك بس مرأة عايز خطوة القدام بس مرأة عايز خطوة القدام بتعطلك امتى لو تحولت الى طووس لو افتكرت ان انت لا ده محدش زي ما تقساش كده رامي كواليتي كويسة جدا ومتعلم وابني ناس وراجل وانا متفائل ان رامي لو ربنا منع عنه الاصابات باذن الله باذن الله هيبقى واحد من ده بيتجاب بس مرأة شوف ثقة مستر كوبر علي بس مرأة بييجي عن المنتخب يعني ما بيتحطش تحت مقصلة اسبت نفسك لان هو من اللعبة القليلة اللي هي فيها صفة الجوكر صحيح لعبك رايت كان هايل لعب لعب لبرو كان هايل لعب ستوبر كان هايل لعب ديفندر ولا انا احبه في هذا المكان اكتر حاجة تحب وتحب تسمعه على التيفون لا تحب تسمعه اه اسمعه اه اسمعه طب نشوف رامي ربيعة مبروك عودتك للملعب مبروك عودتك لمنتخب مصر ودايما جهاز الفني منتخب مصر كان بينتظر رامي ربيعة وجودك في الملعب مهم جدا لكن النهاردة يوم جميل للاهلوية لجمهور الاهل الفوس بالدوري وانت بتشارك ربنا بكرمك في الفترات الاخيرة وبتشارك في الملعب اعتقد حاجة جميلة جدا اه طبعا الحمد لله مهيب يعني ده موجود سنة كاملة بالنسبة للعيبة كلها اللي شارك واللي ما شاركش يعني الحمد لله نبدأ نركز في اللي جاي ان شاء الله خلاص خلاصنا قفلنا صفحة جدا الحمد لله ان شاء الله بس بس يكون بساطنا جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر فالفتر اللي جاية بن obload نفترض أن نركز في الفريقيا ان شاء الله وarfشاح اللي جاية وصفحة زي ما contلك وقفلناها يعني دايماً رامي بوجوده بيد قوة لدفاع النادي الاهلي والنادي الاهلي في الفترة القادمة يعني بلعب في أفريقيا وبلعب في الدوري ومنتخب مصر يعني أكيد فيه مجهود مطلوب مضاعف لرمي في الفترة القادمة طبعا مش أنا بس فيه طبعا فرقة كاملة فورة وفيه فرقة كاملة معانا مش أنا بس اللوائف فده يدينا حافظ كلنا أن احنا نقدف بأعلى مستوى وكل واحد يضرب الندي الألي في شرط الندي الألي لازم يحافظ هتقول ليه بطبعا لنادي الألي ألف مبروك طبعا بالبطولة وينتظر الطول بأفريقيا إن شاء الله مش عارف عندنا وقت ولا دي أو هتلاقي شوارب قدامك هنا دي أعمال بيقول ليه باش مواندس يا باش مواندس يا باش مواندس معناه إيه؟ معناه أنه خلاص الوقت ودهبنا يا شوارب ولا إيه؟ ده دهامنا خلاص طيب إحنا الوقت يقفلنا بأثنين من النجوم اللي يقدروا يعملوا بصمة ويحدثوا فارق مع النادي الأهلي منتخب مصر نتمنى بإذن الله نشوف باقي النجوم اللي هو زاخر بيا النادي الأهلي وأتوقع أنه حيتقلق مجموعة من اللاعبين أمام المصري ثم الزمالك تباعا عشان الجماهير تطمئن على الأهلي وعظمته في تواصل الأجيال أعتقد كده يعني حاولنا نحن نوفي لحضراتكم كل هذا المحتوى لكن تبقى مجموعة أخبار مهمة تتابعونها بعد الحلقة مباشرة مع الزميل الأستاذ محمد فاروق سعد في النشرة الرياضية دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة